بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس الأهلي دايماً على القمة من أول يوم في تاريخ كرة القدم المصرية الأهلي هو مصدر فخر للرياضة المصرية الأهلي بتاريخه وبطولاته وبجمهوره العظيم جمهور الأهلي جمهور الأهلي اللي دايماً على الحلوة والمرة معاه الأهلي دايماً جمهوره دا حماه تحية أحلى حاجة في الدنيا أن أنت يكون عندك جمهور زي جمهور النادي الأهلي دايماً في ظهرك دايماً وراك حتى لو في بعض الأوقات بينتقدك حط وشك في الأرض ولعب حط وشك دايماً في الملعب ولعب وموت نفسك جوه الملعب علشان الجمهور مرة تانية يرجع يحطك في سبع سمة خليناً بنا نروح للنادي الأهلي النادي الأهلي بيستعد لمباراة قوية جداً بكرة إن شاء الله أمام سيراميكا كروباترا في الجولة العاشرة للدوري المنتز الأهلي متصدر برصيد 23 نقطة لكن الحقيقة دا مش كفاية الأهلي دايماً بيكون تحت ضغط لازم يفوز بحضراتكم دايماً عارفين أن جمهور النادي الأهلي عارف دا كويس نحن لازم نفضل نكسب ونكسب بأداء جيد عشان نقدر نحافظ على الصدارة ومباراة بكرة هي مباراة مش سهلة زي ما كنت بحكي مع حضراتكم اليومين 3 اللي فاتوا هي دي طبيعة كرة القدم في النادي الأهلي بالمناسبة هي دي طبيعة أي حد بينافس وهو شايل شعار النادي الأهلي ولابس في نلة النادي الأهلي لازم حضرتك كلاعب تستوعب كمية الضغوطات اللي موجودة لأن دا قدر البطل الفريق اللي مش متعود على البطولات ما بيكونش عليه نفس الضغوط دي أبداً بيقولك لما تحب تريح لو أنت بتلعب في أهلي ولا زمالك لما تحب تريح روح يلعب في أندية ليست لها جماهية يعني روح يلعب في MP روح يلعب في Future روح يلعب في Pyramids روح يلعب في لكن الأندية الجماهرية لأن الأندية الجماهرية خصوصاً للنادي الأهلي تحديداً للنادي الأهلي لأنه النادي الأهلي 70-80 مليون أهلاوي في مصر فأنت لما بتمشي في أي حتة عليك ضغط يا يا كابتن ما كنتش قادر تجري في المطش اللي فات ليه كلكم مش قادرين تجروا ليه في المطش اللي فات الضغط ده مش على اللعيبة بس على اللعيبة وعلى الإدارة وعلى كل كل الناس بتفكر أنها تعمل الصح فاللعيبة لازم تبقى شايفة واخد بالها من هذه الأمور اللعيبة لازم تبقى عارفة أن الفترة اللي جاية لن يسمح لن يسمح من جمهور النادي الأهلي بأن حد المكسب والخسارة ده بتاع ربنا المكسب والخسارة والتعادل دي بتاعت ربنا ولكن اجتهد ويعرق وموت نفسك في الملعب هتلاقي جمهورك بيسقفلك لأن الجمهور ده واعي جدا 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 لكل حاجة وعارف بدليل أن المطش اللي فات كل الناس سقفت للشناوي كل الناس سقفت لعلي معلوم اش معنا علم معلوم للشناوي يعني لأنهم بذلوا أقصى مجهود بذلوا أقصى مجهود وأتمنى على لعبة النادي الأهلي أنهم في آخر المباراة أيما كانت النتيجة يلموا بعض ويروحوا للجمهور لو واحد هو اللي بيشجعك لازم تروحوله لأن الواحد ده بيمثل 70-80 مليون أهلاوي لأنه في النهاية الفرق الكبير ما بين النادي الأهلي وأي نادي آخر أن جمهور النادي الأهلي دايما في ظهره واثق في لعبت وممكن ينتقدك جدا ولكنه واثق فيك واثق فيك وعارف أن أنت وجهازنا الفني وإدارتنا نقدر نعمل أفضل حاجة كويسة وده دايما اللي حيفضل الفرق بين النادي الأهلي وأي نادي آخر مهما كانت الضغوطات مهما كانت الضغوطات لأنه الضغط ده قدر البطل والأهلي دائما في طريق البطولات فحاجات كتيرة جدا جدا لازم ناخد بالنا منها أنا بتكلم اللاعبين هنا لازم تفكروا لازم تركزوا في مباراة بكرة بشكل بنسبة مية في المية مش هقولك ميتين في المية لأنه غلط أن أنت تبقى ميتين في المية أنا عايزك تركز مية في المية كيف تستطيع أن أنت تبزل أقصى مجهود بكرة إن شاء الله عشان تقدر تكسب عشان جمهورك اللي دايما في ظهرك واللي عمره ما حيسيبك حتى لو بينتقدك بالمناسبة بالعكس أنا دايما وححكي لحضراتكو قصة ويمكن أنا حكيتها لحضراتكو قبل كده إحنا دايما لما كنت بتشرف بأن أنا ألعب في نادي الأهلي كنا دايما معروف الجيل من اللي كان موجود كان تريكة وبركات وجمعة وأحمد متعب وشادي وكل المجموعة الحياة وأحمد السيد وشوقي وأحمد النحاس وكل الناس عشان ما نساش حد ولكن المجموعة دي والله والله كانت بتستنى من مباراة المباراة وإحنا نزلين الملعب ليه لأنه جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي كان بيعمل ايه أولاً الاستاذ مقفول 90% من الماتشاط 95% من الماتشاط الاستاذ على الأقل فيه 30-40 ألف متفرج أيامها يعني فال30-40 ألف متفرج دول بيبقوا معاك كل ماتش وشافوا المباراة اللي فاتت مثلاً المباراة اللي فاتت الأهلي بيلاعب المباراة اللي فاتت الأهلي كان بيلاعب مين اللي تعادلنا فيها دي المباراة اللي فاتت أي مباراة أي اسم نادي الأهلي بيلاعب الاتحاد والمباراة اللي جاية الأهلي بيلاعب السيراميكا كلوبترا فالشناوي كان هو أفضل لعب الجمهور كان بيعمل ايه؟ يجي مباراة السيراميكا بكرة مثلا الشناوي هو نازل بيبقى الفرقة كلها نازلة كل اللاعبين بيبقوا نازلين مع بعض بيندهوا على اللاعب اللي الجمهور شايف انه هو بذل اقصى مجهود وموت نفسه مهما كانت النتيجة فكنت تلاقي مرة ابو تريكا مرة بركات مرة جمعة مرة شادي مرة عماد مرة متعب مرة حسام عشور مرة شوقي مرة فلان ممكن ابو تريكا يفضل هو خمس ست مطشاط اللي كويس فالناس ينده عليه او الجمهور ينده عليه كل مباراة هو الاول الاول دائما هو الافضل فكلنا كلاعبين كنا بنموت نفسنا في الملعب عشان نسمع نسمع صوت الجمهور وهو بينده على ابو تريكا مثلا انا كنت مش عايز اقول لحضراتكم ما بسمع اس اس دي الله يا جسمي كله كان بيقاشع انا وغيري 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 كلنا فانا نفسي نفسي ودايما انا بحكي الموضوع ده لكل اللاعبين اللي موجودين دلوقتي في هذا الجيل اقول لهم اعملوا موتوا نفسك وتعبوا موت نفسك في كلهم بيتعبوا طبعا لكن موتوا نفسكوا اكتر علشان الجمهور اللي في ظهروكو ده ملوش زي جمهور النادي الاهلي ده ملوش زي جمهور النادي الاهلي ده لما يقف وراك صدقوني هتكسب كل حاجة وانا الكلام ده بتكلمه عن تجربة مش بتكلم كلامه خلاص انا ما بقولش كده وخلاص انا كسبت الصفاقسي في الصفاقسي انا كان الصفاقسي ده كسبت الصفاقسي في الصفاقسي بتلاتين متفرج ولا أربعين متفرج كان منهم سسترق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي كان ساعتها مشجع للنادي الأهلي كانوا تلاتين أو أربعين واحد موجودين في استاد رادس ساعتها وقدرنا نكسب وصوت لتلاتين أربعين واحد دول كان مسموع جوة تلاتين ألف والله العظيم تلات هذا حصل فجمهور الأهلي ممور مختلف اسمعوا كلام أنا بحكي لكم تجربة تجربة أو خبرة خبرة كبيرة جدا في هذا الأمر إن الجمهور ده وكلامي ده أنا بوجهه للعيبة الجمهور ده أحلى حاجة في الدنيا اعملوا وبزلوا أقصى مجهود وحسوا بيه حسوا هم بيعملوا إيه حسوا بيحصل فيهم إيه عشان يخشوا يتفرجوا ويشجعوه شوف هم بيقاسوا إزاي عشان يروحوا استاد الأهلي والسلام اللي في مدينة السلام اللي في آخر الدنيا عشان يجي ورأك ويشجعك وهم داخلين والمضايقات اللي بتحصل والأمور اللي بتحصل كل حاجة حسوا بالحاجات دي صدقوني وبرضو مرة تانية أنا بوجه كلامي لللاعبين كل شوية بقول هذه الكلمة لأنهم بياخدوا كلامي يقولك بصوا بيقولوا ضد الجمهور فتاخدوا الحاجات دي وحطوها جواكو وشوفوا الجمهور بيعمل إيه عشان خطيركو صدقوني هتكسبوا كل المطشات بدون أي تعب مش بدون أي تعب فنيا وتكتيكيا والكلام ده كله أنا عارف أنتوا بعاكم مدير فني رائع يستطيع أنه هو يقود المباراة وانتوا لعبة جمدين جدا لكن اللي ينقذكوا المطشين 3 اللي فاتوا روح الفانيلا الحمرة انسى أي حاجة انسى أي زعل انسى أي حاجة وفكر في حاجة واحدة بس الناس اللي جاي تشجعني دي جمهور النادي الأهلي 70-80 مليون أهلاوي اللي في كل مصر بيبقوا قاعدين الواحد لما بيبقى بيشتغل والله العظيم 3 ده بيحصل في البنزين في البنزينة لما بتبقى واحد بتحط بنزين وفي مطش الأهلي شغال تلاقي الرجل بيحط البنزين كده وبيبص على المطش هيعمل ايه المطش عامل ايه مطش الأهلي لو الأهلي بيلعب مطش ودي بيحصل الكلام ده الكلام ده بيتقلي من كل الناس اللي موجودين فحسوا بالجمهور واعرفوا اللي الجمهور ده هو الأساس في كل شيء ومهور النادي الأهلي هو الأساس في كل شيء أنا آسف طولت في هذا الأمر ولكن أنا اقتناعي ان احنا عندنا مجموعة لعبين جيدين ولكن عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا في روح الفانيلا الحامرة بقالنا 3-4-5 مطشات من بعد الإقاف في حاجة مش حاسسها وبعد الشوت بتعمطش المحلة احنا مش كسبنا للتحاد 3 ولكن نفس الكلام ده ينطبق على مباراة الاتحاد فأرجو من كل اللاعبين كلنا ثقة فيكم وكلنا في ظهركم وحنفضل في ظهركم طول ما انتم بيتحملوا شعار النادي الأهلي الجمهور ينتظر بكرة ان شاء الله ان شاء الله هتقول يا عم ومطش آه مطش بكرة قد تكون بداية جديدة لهذا الجيل من اللاعبين مع جمهورهم ومع نديهم ومع قدرتهم ومع جهازهم الفني لما هو قادم حضرتك هتلعب مطش بكرة وبعدين عندك مطشين 3 كمان وبعدين هتروح تلعب في كاس العالم للأندية اللي العالم كله بيتفرج عليك هنلعب بهذا الشكل وبهذا الأداء لا لن يستطيع أحد ان هو هنتفرج على الأهلي ولكن هنبقى بنموت لو شفنا هذا الأداء في كاس العالم هتبقى عندنا مشكلة كبيرة ومشاكل كبيرة جدا فأرجو ان يكون التركيز بكرة ان شاء الله 100% 100% علشان كل جمهور الناد الأهلي ينتظر من لعبته بكرة ان هم يقولوله احنا أسفين مش من خلال الكلام ولكن من خلال الملعب الكلام اللي انا هتكلم مع حضراتكو فيه هو للصالح العام وإلى من يهمه الأمر هو يخص منتخب الشباب في مصر مصر ستنظم بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة وهذه البطولة هي المؤهلة إلى كأس العالم وحتكون في الفترة ما بين 18 فبراير حتى 12 مارس المباريات هتقام على ثلاث استاذات والحقيقة ان الدولة موفرة بنية تحتية رائعة استاذ القاهرة وده اللي هتكون عليه مباريات منتخبنا والمجموعة الأولى استاذ قناة السويس وده مفخرة كبيرة جدا وملعب على أحدث طراز وحتكون عليه مباريات المجموعة التانية استاذ اسكندرية هو أعرق الملاعب القرى الإفريقية وهو للمجموعة الثالثة ولكن لغاية هنا كلام حلو جدا تحت كرة القدم دايما بيكون عنده كواليس أولها منصب مدير البطولة أنا قلت لحضراتكم الكلام ده من أسبوع في البداية حاولوا يقنعوا أحد أعضاء اللجنة الخماسية اللي قابول منصب مدير البطولة وجالهم الرد بالرد فكان البديل مين؟ زي ما قلت لحضراتكم الأسبوع الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم هو مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت عشرين تخيل حضرتك اتحاد كرة القدم بيكافئ الأستاذ وليد لأن لجنة وزارة الشباب والرياضة أدانته أو أدانة الإدارة التنفيذية لاتحاد كرة القدم في واقعة سابقة تخص تنظيم البطولات بعد إخفاء خطاب تنظيم نهائي دوري الأبطال الإفريقي فاتحاد كرة القدم يسكت لا يقول لك أنا لازم أكافئ الأستاذ وليد العطار ولازم أكافئ نفس الإدارة التنفيذية ليه؟ لأنهم الحقيقة بيعملوا كل حاجة صح وديهم تنظيم هذه البطولة وأنا هنا الحقيقة يعني لن أعلق لن أعلق حرام عليكم والله العظيم طلعه حرام عليكم اللي بيحصل لكن هسيب التعليق لجمهور ابنادي الأهلي أو جمهور مصر بالكامل اللي بيقودوا يتفرجوا علينا دي كانت معلوماتي عن الجانب التنظيمي خلينا أدخل مع حضراتكم كمان للجانب الفني وأنا بقى أحذر مرة تانية وثالثة وعشرة ليه؟ ما عندناش أمل غير هذا المنتخب منتخب الناشئين فضيحة بتاعة الكابتن محمد وحبة زي ما حضراتكم عارفين المدير الفني وفيتوريا نفسه قال إن المنتخب 2003 ده من المفترض إن يكون مع مجموعة كبيرة منهم في تصفيات القادمة فالكابتن محمود جابر الحقيقة عنده حالة من التخبط في استعدادات منتخب مصر للشباب بسبب المباريات الودية طبعاً اللي شاف الكابتن محمود جابر وهو قاعد وسمع المجموعة بتاعتنا وشه تخطف مجموعة صعبة فيها نيجيريا والسنغال والموزنبيق عايز أقول لحضراتكم مفيش حاجة صعبة على منتخب مصر لكن هو على فكرة الكلام ده تقال لي من ناس كانت قاعدة جنبه قالوا لي تحس إنه وشه تخطف كده ما أتفهمش مهم كان فيك اجتماع سابق مع مسؤولي اتحاد كرة القدم والكابتن المدير الفني للمنتخب 2003 طلب منهم مباريات ودية مع منتخبات إفريقية قريبة من مستوى المنافسين في أمم إفريقية وبالفعل اتحاد كرة القدم هنا أنا بحيي اتحاد كرة القدم ولكن اللي جاي بقى اتحاد كرة القدم اتحرك ورتب دورة كان من المفترض أن تقام في مصر ويشارك فيها ايه تلت منتخبات قوية زنبيا والكاميرون والمنتخب السوري وبعد ما اتفقوا وعملوا كل حاجة رجع لهم المدير الفني وقال لهم ايه لا أنا مش هلعب المنتخبات دي والدورة طبعا تلغت طيب رجع مرة تانية قال لهم طيب خلوني يلعب زنبيا فمنتخب زنبيا طبعا اعتذر وقال لهم لا احنا خلاص عندنا ارتباطات وانتوا غيرتوا اتفاقاتكم قبل كده فطبعا اضطر النهاردة يلعب ايه مع منتخب غانة للمحليين طبعا ده استعداد غير كافي وغير قوي للبطولة ورغم ما ذلك خسرنا اتنين صفر بأداء ضعيف جدا وبعض اتحاد كرة القدم غاضبين جدا من المستوى اللي ظهر به النهاردة ولكن الحقيقة هناك ازمة اخرى واكبر بتواجه منتخبنا الوطني للشباب خصوصا في تعامل المدير الفني مع ملف المحترفين في اوروبا يعني كلنا شفنا تجربة منتخب المغرب بدأت بمنتخبات الناشئين والشباب واستقطابهم للمحترفين في اوروبا من اصحاب الجنسية المغربية اللي بيحصل في مصر مع المدير الفني لألفين وثلاثة منتخب ألفين وثلاثة عكس ده تماما فالمدير الفني بيعمل ايه؟ بيستدعي بعض المحترفين لمعسكرات سابق ماكملش حد منهم غير صلاح باش لاعب اودنيزي رغم ان فيه اكتر من عشرين لاعب محترف في اوروبا والخليج من موليد الفين وثلاثة من الممكن جدا ان استفيد منهم لمستقبل كرة القدم المصرية طبعا هو استدعى بعض اللاعبين قبل كده ولكن من انديتهم في اوروبا والخليج وشافهم عارفين حضراتكم راح لابتحاد كرة القدم وقال لهم ايه؟ مش عاجبني مستواهم اللي عندي افضل منهم رغم انهم وكمان قال لهم كده قال لهم كان بيلعب بعضهم كمان في غير مركزه يعني هو كابتن محمود بيلعب بعضهم في غير مركزه وطبعا الكلام ده بيطلع برا لدرجة انه قال ان على بعض اللاعبين المتقلقين في الاندال اوروبية انهم لعبت اكاديميات وانهم ما بياخدش بكلام الانترنت طبعا الكلام ده وصل للعيبة وعملهم احباط وطبعا برضو لما البطولة قربت ودخلنا في الجد بلجع بقى ايه المدير الفني حاول يضم هؤلاء اللاعبين من انديتهم في اوروبا ومع ذلك جابهم ومشاهم في معسكرات سابقة طبعا معظم الاندية رفضة تبعات لعبتها خصوصا المميزين لانه بقى عندهم علم يعني باللي بيحصل في معسكرات التدريب والمباريات الوداء السابقة الاغرب بقى هو اللي حصل في اخر اجتماع الاتحاد كرة القدم كان هنا جنبنا في مشروع الهدف على هامش قرعة هذه البطولة في تخوف كبير من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم من اي تعثر في هذه البطولة لدرجة ان الاستاذ جمال علام طلبه من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد عمل زيارات دورية لمعسكر المنتخب المنتخب ودعم المدير الفني واللاعبين وكمان اللي جاي ده غريبة جدا برضه ولكن خليني اقول لحضراتكو كله مرة واحدة طلب من روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الاول حضور بعض ايام معسكرات منتخب الشباب وتوجيه النصائح للمدير الفني للمنتخب الشباب لمساعدته قبل البطولة غريبة يعني انت جايب مدير فني للمدير الفني الحقيقة هذه الاجواء هي اجواء غير مبشرة باي نجاح لكن احنا هنا انا بحكي مع حضراتكم وحقفل الموضوع ده مش هتكلم فيه تاني ليه؟ عشان بعد شهر بعد البطولة لو لقدر الله حصل اي حاجة اجيب لحضراتكم الفيديو ده لان احنا هنا في قراءات الاهلي ودايما الناد الاهلي هو اكبر الداعمين لكل المنتخبات الوطنية خصوصا لما يبقى عندها معسكرات ومباريات مهمة ولكن من حق كل الجماهين المصرية انها تشوف وتسمع اللي بيحصل احنا بنثق في كل لاعب شاب موجود مع منتخب مصر وحنقف في ظهرهم ولكن انا كلامي النهاردة للصالح العام ومحاولة من البيت الكبير لتسليط الضوء على نقاط غاية في الاهمية والخطورة عشان لو في حاجة غلط خلال هذه الفترة يتم اصلاحها قبل بداية هذه البطولة لسه على البطولة شهر تقريبا شهر فبراير واتحاد كرة القدم والمدير الفني للمنتخب عندهم وقت ان هم يعدلوا من اوضاعهم من فضل حضراتكم حضراتكم بتتلعبوا باسم مصر المنتخب ده حيلعب باسم مصر فخلي بالكم استعدوا جيدا خصوصا ان هذه البطولة على ارضنا ما ينفعش ان احنا نخسرها اللهم بلغت وخلاص مش هتكلم في هذا الامر مرة تانية الفترة اللي جاية هتبقى فيها كل الدعم لمنتخبنا الوطني للشباب لانه في النهاية زي ما قلت لحضراتكم كل اللي يهمنا كل اللي يهمنا ان احنا نشوف منتخبنا الوطني للشباب يفوز بهذه البطولة طيب هكمل مع اتحاد كرة وندخل في التحكيم التحكيم عامل صداع كبير جدا في الفترة الاخيرة اللجنة اللي اعلن عنها الاتحاد لمعاونة مارك كلاتنبرج على صفيح ساخن وبيحاولوا يمنعوا كابتن محمد فاروق وكابتن تامر دوري من الاستقالة لانه في حالة تخبط شديدة جدا وكلاتنبرج مسافر اجاست الكريسمس فخلونا نسأل المتخصصين في هذا الامر معانا طبعا النجم الكبير والخبيل التحكيم الكبير كابتن نوصل عباس هيكون معانا معانا طيب كابتن ناصر ازاي حضرتك يا فندي كابتن ناصر ازاي حضرتك يا فندي كابتن ناصر وبعدين ماذا يحدث في لجنة الحكام في مصر اللي انا عاوز اقولك كابتن ناصر الاسلام ماذا يريد اتحاد الكرة من لجنة الحكام ماذا يريد ماذا يريد اتحاد الكرة من لجنة الحكام ايه البداية كابتن ناصر في الوقت الاتحاد الدولي المعارضة يسعى إلى تطوير منظومة كرة القدم لتفاعة عامة والتحكيم صفة خاصة وده شفناه في مندياد قطر 2022 شفنا قدي الحكام بتتعامل قدي الحكام بيتم إعادتها بشكل جيد قدي المردود كان مردود هايل ورائع للحكام في كاس الحال ونعرض المفترض احنا مش بنبعد عن الاتحاد الدولي ولا الاتحاد القارلي ولا التحادة الأهلية يا كابتل الإسلام حديك مثل الجزائر ولجنة حكام الجزائر يا كابتل الإسلام أقول لك ماشيين إزاي النس هناك وإحنا نمشي زائر جزائر جزائر جابه اللي هو وعد اللجنة الحكام في أفريقيا جابه ومسكه مدير تطوير التحكيم جابه جمال حيمودي حاكم الدولي اللي هو لي اسم كبير مسكه لجنة الحكام هنا عندنا مدير تطوير وعندنا لجنة حكام أنا من اليوم ده مدير تطوير عشان أجيبه كابتل الإسلام لازم أقدم له وكل الظروف اللي هي من خلالها ينجح عشان أقدر حسبه أنا النهاردة كان عندي تامر دوردي موجود راجل مسئول الجار في لجنة الحكام ويعتبر رقم واحد مع الراجل كلاة انبيرج يا كابتل إسلام وعند محمد فاروق كان مسئول التعينات في الدور الممتاز وكان مع عيمن دي جيش مدير لجنة الحكام مكان الكابتل إحمد أبو العلا كلامنا مهم جدا أنا كانت نسمى وأنا بقوله وعلى مسئوليتي فضل يا كابت فضل كابتل توفيز سيد كان رئيس لجنة الحكام الكهيرة على مدار ست سنين وكان بيقدم مرضود كويس قالوا له تعالى امسك مدير لجنة الحكام نتيجة الأخطاء المتكررة والمشاكل اللي هي مع الحكام والمشاكل اللي مش بتتبلغ ليه الحكام حاجات كتيرة جدا جدا فوجئنا بالإعلان لجنة الحكام تلعى كالقاد أن توفيز سيد بدلا ما كان هيبقى مدير لجنة الحكام قالوا أنه هو هيبقى مسئول توزيع المباراة في الدور الممتاز مع مهند ديبا اللي هو الحاكم الدولي السوري تم استبعاد محمد فاروق الحاكم الدولي السوري الحاكم الدولي السوري هو موجود في لجنة حكام الكاتل الإسلام من ضمن لجنة الحكام طيب انت حدق جبتي توفيز سيد بدلا ما كان هيبقى هو مدير لجنة الحكام إداريا لأن احنا عندينا مشاكل في ناحية الإدارية السيرة جدا جدا نعم قلت له تعالى امسك حاجة هو يعني مش عاوزو أقول هو مش بوروفيشنال فيها ولكن هو كان هيبقى بوروفيشنال فيه كمدير لجنة الحكام لأن هو كان مسك لأس لجنة الحكام القايرة وكان ماشي فيها بشكل اكتر نعم طيب حددك انت مشيت تامر دوري نزلته في آآ ان هو يعين قسم التاني والتالت طب مين همسك نفار وهو الراجل كان بيعتمد عليك تاني السلام بشكل كلي يعني بيحط ثقته في تامر لأن تامر كان عامل شغل كواس أوي أوي معرض نعم يبطي تامر دوري حطيته فيه تعينات الدوري اللي هو الممتاز به هو القسم التالت تمام وشيلت محمد فاروق حطيته في القسم التاني والتالت ودي حاجة اللي اتعليك بيهم كحكام دوليين كبار طبعا خلني بالك اللي كانت يعني اللجنة كانت أيما على ثلاثة ايكاة نسا انا اتكلم مع عجلة امانة كان كليتنبيرج وكان مع تامر دوري محمد فاروق أيما عند جيش وكان طبعا البيت العضاء ما احترامي لهم كان حمد القاضي وسائد عبدالله النهاردة لما انا تامر دوري النهاردة تامر دوري يقدم استقالته اعتراضا على اعلان لجنة الحكام بانه هو شايف ان دي حاجة بالنسبة له مش هو دوت اللي كان بيعتمح فيه لغاية النقطة دي واضح جدا برضو خلينا ناخد معانا ايضا كابتن محمد صلاح ليسا مش معانا طيب لغاية لما يجمع كابتن ناصر ممكن بقى حركة تكمل كابتن اسلام انا السؤال ماذا يريد احد يكون من لجنة الحكام يا جماعة احنا مفترض يا كابتن اسلام احنا في الدوري والمشاط كل ثلاث مباريات هذا اللي بيحدث ده يعني بيعمل انا كنادي يعني انا هتكلم عن نادي الأهلي كنادي أهلي عندي 70-80 مليون واحد في ظهري المباراة السابقة انا شفتك لما كنت بتتكلم عن موضوع الهاني سليمان ان هو ماسك الكورة 13 ثانية طيب انا زنبي ايه في ان انا يحصل اخطاء زي دي انا مشجع زنبي ايه في ان انا يحصل اخطاء ملكش دعا بقى فرقتي وحشة فرقتي كويسة فرقتي كسبانة فرقتي خسرانة فرقتي متعدلة محدش له علاقة بهذا الامر انا عايز تطبيق القانون في مثل هذه الامور مش مثلا سبعة ولا تمانية انت عارف انا اعتقدت ايها كابت النصر ايه انا رجعت لللايحة قالولا ان حضرتك حطيتها برضو يوم للستوديو التحليلي فرجعت لللايحة لقيتها موجودة انا قلت القاعدة دي تلاغت تلاغت من القواعد اللي موجودة في التحكيم لقيتها موجودة طيب لماذا لا يتم تطبيق مثل هذا الامر على فكرة مانا ممكن تيجي الفاول دي وتخش جول اكسب بيها صح ولا مصح كابتن الاسلام هقول لك على حاجة مهمة جدا انا قلت غير تحليلي انا قلت لو في حاجة مرة طبق القانون واحتسب ركلة حرة غير مباشرة محدش هيعمل كلا تاني صح ايه كل حراس مصري كابتن محدش ابدا ايه يا كابتن انا دلوقتي استفت انا كراجل مشجع اهلاوي قاعد دم محروق من مستوى فريقي ماشي احنا متكلمين عن ايه لكن حضرتك احسب انا عايزني دم يتحريق كمان من التحكيم يعني مش كفاية اللي بيحصل انا قلت لك على حاجة مهمة جدا احنا كحكام كان يقول لنا ايه يعني احنا كان يعني انا حكمت مباراة وانا قسر نقول الكلام ده هو سبعين الف متفرج اهلي واسماعيلي واهلي وبرسعيد والمصري والزمالك ومصري كمان يعني ولا كان عندنا ادوار ولا كان عندنا حاجة خالص انا كحكم كابتن انا مليش علاقة بالفريق بضيع اهداف بالزبط كده لا كابتن انا بكلمك انا كجمهور انا بقى كمشجع انا كمشجع انا زن بيه دلوقتي خلينا ااخد طيب كابتن محمد صلاح عبدالفتاح الحكم السابق كابتن محمد نفس السؤال حسأله لحضرتك انا كراجل مشجع زن بيه في ان اخطاء التحكيم ممكن تخلق ممكن يبقى نسبة 50% 50% ان انا مكسبش مباراة اه احنا بك لأول كابتن اسلام ازاك كابتن محمد الحمد لله ربنا يخليك هسألك عن لجنة التحكيم ولكن بما اني بتكلم مع كابتن نصر في هذا الامر يعني ايب هو اصلا يعني خلينا نروح لحيطة 5050 دي خلينا اقولك انه ما فيش حاجة اسمها في التحكيم 5050 طالما فيه حالة تحكمية يعني فيه قرار نعم يعني كلمة 5050 دي غير موجودة خالص في التحكيم ومش درج خالص في قرار لا لا ده انا اللي بقول ان حتى ممكن اكسب المباراة او اخسرها او اتعدلها بنسب 5050 انا كلاعب كنادي كجمهور انا بتكلم ان كرة في ايد حارس مرمى 13 ثانية 13 ثانية مش 12 ولا 11 ولا 10 ولا لا 13 ثانية عارف ما يرجع ليه يرجع ان احنا فيه غياب تام من لجنة الحكام ومن التعليمات ومن الاجتماعات ومن المحاضرات وما فيش حد اما الجايبين كلاتين برجل ايه هو مش موجود يا كابتن اسلام هو مش موجود يعني النهاردة النهاردة مثلا النهاردة هو فيني وانا بكلمك دلوقتي حالي نعم هو مش موجود هو مسافر من يوم 22 هو جي من رجع من كاف العالم وقعد ثلاثة يام ومشي حتى الفيديو اللي خرج من كام يوم الفيديو ده تنزل على صفحة الاتحاد هو مش موجود عمله بره تقطع له وتعمله بره هو بيبعد فويس وبيركبه المونتاج وبينسل زي ما بتشوفه كده طبعا النهاردة مين مين بيدي التعليمات للحكام وبيتابع الأداء هنا بقى هنا هنا اه هنا يجب الضائع مم مفيش اه مفيش حد بيتابع أداء الحكام عشان يصلح الكلام ده مم لكن وفي حاجة بقى مهمة جدا جميع نسبة الوقت الضائع طبع نشوفنا الوقت الضائع في كاس العالم مم يتم فيه التعليمات التخدز ان هو يتم احساب الوقت الضائع بسكل فعلي صحيح بسكل تأديري زي الأول كابتب محمد هل فيه تقنية معينة بتحسب ولا هي اه هي تعليمات لا لا التعليمات موجودة اوكي لكن هل فيه تقنية معينة من خلالها بيتم احتساب الوقت البدل او الوقت الضائع عثنا 90 دقيقة لا والوقت الضائع بيتم احتسابه بمعاونة التقم بالكامل صحيح حكام الفار بيساعده بيتم بيقيد لو مثلا على سبيل المثال حارس المرمى مثلا طب وتعالج المدى الثلاث دقائق بيتم تقييد الوقت دا لك ثلاث دقائق بيكتبوا بعدين بيحسب في نهاية حلو جدا يعني الموضوع يدوي مفوش تقنية مفوش تكنولوجيا يعني لا 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 خط طيب لماذا لا يتم تطبيقه في مصر انا المرة اللي فاتت وبرضو هنا من خلال قناة لديل اهلي في الستوديو التحليلي كابتن ناصر عباس جاب الوقت اللي كان ضايع مش المطش اللي فات اعتقد يا كابتن ناصر المطش اللي قابله كان حوالي 6 دقائق وهو حسب 4 دقائق او حسب 3 دقائق حاجة كده يعني مضبوط وكلام ده حصل في اكتر من مباراة مش مباراة واحد وكلام ده حصل في اكتر من مباراة مباراة واثنين وثلاثة طيب تلامه هو حاجة يدوية ما عنديش مشكلة حاجة يدوية لو حاجة تكنولوجية كنت حقول لك استنى لغاية لما التكنولوجيا تيجي لكن طبعا انا فكابتن اسلام علشان هنالس ببطع كلامك اتفضل اه اثناء مباراة مباراة منديال قطر عشرين واثنين وكاس العالم شغال الاتحاد السعودي لكرت القدم ادى تعليماته فورا للحكام في الدور السعودي طبق اه الوقت الضايع هنحتسبه مش فاكل الفعلي زي كاس العالم مفروض مش محتاج تعديل هو ما فيش تعديل في قانون كورت القدم هو الفرق كله ان هو كان عملية تقديرية للحكم لكن قالك لا احنا هنلعب التسعين دقيقة كاملة ومش حيضيع منها ولا دقيقة طيب كابتن ناصر على الجانب الاخر كابتن ناصر طيب يعني احنا هنفضل نعاني من هذا الامر لغاية امتى شوك يا كابتن السلام انا 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 يعني احنا هنتكلم في المشاكل المشاكل كتيرة ومش هتخلق انا بقول تسالة الاتحاد القرى كابتن السلام من خلال قناة النادي الاهل المحترمة اللي احنا دايما مع الحكام ومساندين الحكام وانت اول عب تسالة الحكام خاصة هذا الموسم وحنا وقفنا مع تلاتن برج الى حد كبير جدا جدا يا كابتن حقيق انا بقول تحاد القرى من فضلك احنا في الموسم شغال محتاجين استقرار لجنة الحكام لان ذا بيؤثر بالسلب على الحكام وعلى التحكيم يا كابتن اسلام وعلى المسابقة بصفة عامة حقيق خلي بالك لو انا كحكم مش شايف ان في مدير سني وفي جهاز سني معايا انا مش اولا هغلط محدش هيعفبني محدش هيوجهني النهاردة كابتن فين لكنة الحكام لان بيبقى تامر دوري قدم استقل محمد فاروق قدم استقل مين اللي بيحط الحكام يا كابتن بتوع الاسبوع بكرة مين اللي هيحطهم هو يا كابتن اللي حط الاسبوع التاسع والعاشر كان محمد فاروق مع عيمان ديجيش مع تامر دوري اه او محط التاسع والعاشر خلاص اه الاسبوع الكابتن توفيق السيد حيبقى مسؤول مسؤولية كاملة عن تعينات الدور الممتاز بعد كده السؤال من يدير مدير لجنة الحكام احنا عاوزين تجواب من الاتحاد الكورة من يدير ايه من هو مدير لجنة الحكام يا كابتن اسلام وده حاجة مهمة وانا عارب بقول ايه مدير لجنة الحكام دي هو كابتن احمد ابو العلم كابتن احمد ابو العلم مطلقلوش قرار مدير حلو جدا انا عارف بس انا بقولك علشان تقولي كده عشان يبقى هذا المنصب شاغل حتى الان اه ده السؤال باكت من الاسلام لان هذا المنصب هو ده رومانت ميزان اتحاد الكورة هو دوت اللي بيعمل كل حاجة خاصة بالشغل الاداري احنا النهاردة كابتن احمد ابو العلم طلعوا اقولوا ان يا احمد ابو العلم مدير لجنة الحكام او توفيق السيد المدير تمام حاجة تانية كابتن انا النهاردة مين اللي هيشتغل في الحكام النهاردة بعد الاسبوع الحداشر هل الكابتن توفيق السيد اللي هيعين ولا كابتن احمد ابو العلم اللي هيعين ولا مين اللي هيعين القصة صعبة جدا اتحاد الكورة عليه يعني انا بقوله هو دي نصيحة للسجمال العلم وادمج السيدان المحترمين من فضلكم النهاردة احنا في الموسم احنا محتاجين المسابقة تمشي بشكل كويس والحكام تبقى عندها صفحة في لجنتها عشان تقدر تأدي وتدي الحقول الانجاية والجمهور يبقى عنده ثقة في الحكام يا كابتن ناصر كابتن محمد معلش على الجانب الاخر برضو انا محتاج تقولي على حلول من الممكن ان احنا نراها خلال الفترة القادمة وحلول سريع لانه احنا شايفين تخبط شديد جدا في لجنة الحكام حد بيقول هيبقى موجود كمدير لجنة الحكام فجأة ما يحطهوش كمدير لجنة الحكام ولكن يحطوه في مكان تاني وفيه استقالتين على حسب ما هو معلن دلوقتي الوضع خلال الفترة القادمة داخل لجنة الحكام هيبقى عامل ازاي واحنا كأندية او كجماهير هنستفيد ازاي من هذا الامر واحنا كنا جايبين او كان من المفترض ان كلادن بيرج موجود عشان التطوير كابتن محمد سمعني اه انا سمع حضرتك بمناسبة المناصب اللي ذكرها كابتن ناصر هو قال مين مدير اللجنة انا عايز اقولك ان التشكيل اللي تم اعلانه على صفحة اتحاد الكورة نعم هذا التشكيل اولا مخالف للوايح لجنة الحكام ومخالف للوايح فيه اتنين حكام بيحكموا وموجودين في اللجنة المفاجأ بقى ان الاتنين حكام دول محمد حسن وطريق ثامن اه اتفاجئوا بأساميهم معلنة ضمن التشكيل وهما ما كانواش يعرفوا ومحدث اصلا بلخهم بحاجة حاجة غريبة جدا دي دي الكارسة الكارسة التانية ان النهاردة كابتن توفيز سيد قبل ما يتم الاعلان راح قعد في اتحاد الكورة وبلغوه وقالوله انت مدير اللجنة بعد الاعلان اتفاجئ ان هو مش مدير اللجنة تمام الاعلان طالع زي ما كابتن ناصر قال مفيش مدير اللجنة الحاجة الوحيدة اللي واضحة ان كاتن بيرك هو رئيس المتاج لكن مين اعضاء لجنة حكام الرئيسية مين اللجنة الفنية اللي حتم متابعة الحكام وتطورهم اه مين كل محدش فاهم مين دوره ايه محدش ايه طبعا بيبقى خلاص خلي بقى الهادي سلمان يوقف يمسك الكرة 30 ثانية هو حد حيقوله انت بتعمل ايه محدش بالزبس كده محدش انا عايز اقولك على حاجة ايه وخلي بقى كل الجماهير اللي عايز يغبط وحنعمل ايه بقى ما هو اصل المعنى اللي حضراتكم بتقولوه ده معنى صعب جدا 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 حضرتك يا فندم دي قاعدة بيتم تطبيقها انا افتكرت انا لسه كنت بقولك كابتن ناصر انا افتكرت ان هي تم الغاها لا هي موجودة وبيتم تطبيقها في العالم كله حتى مستر كولر نفسه المباراة السابقة كان واقفي عد اه one two three four مش المباراة اللي هاني اللي قابلها كمان اه هو معتقد ان هلوقتي هتحيش بزي كاس العالم بالزبط اعايز اقولك كمان ان اي شيء بيتطبق في كاس العالم هو اوتوماتيك بعد انتهاء كاس العالم بيبقى الزامي على كل الدوريات يتبقى لازم يتم تطبيق ومنسبة لجنة الحكام لازم نأكد ان انا بقولك معلومة دراكي من داخل الحكام نفسهم الحكام دلوقتي في حال التخبط والموضوع ضبابي بالنسبة لهم هم مش عارفين مين اللي بيدير لجنة الحكام محدش بيديهم تعليمات او حد بيتابع الاداة النهاردة كلاتين بيرج والمساعد بتاعه اللي تم اعلام ان هو حيمسي كدارة الفار جاكوب او جاك يعني طبعا هو اسمه جاك بس مكتوب اسمه غلط على طحة الاتحاد اللي اتنين مش موجدين حتى دي غلط ماشي اه هو اسمه جاك اللي اتنين مش موجدين تمام بتتكلم في اتنين هم برا لما سألت وعرفت يا جماعة طب الراجل ده فين؟ قالك الراجل ده هشتغل مع الحكام اونلاين اونلاين؟ اونلاين اه طبعا النهاردة ما فيك حاجة اسمها ان انا ادير التحكيم الراجل كاتن بيرج من يوم ما جيه مصر ملبسش شورته وفانيلا ونزل الملعب مع الحكام اشتغل تدريب عامل كابتن ناصر الحل يا كابتن ناصر انا دلوقتي عندي مطش بكرة هل سيكون هناك مراقب لهذه المباريات كابتن ناصر عباس؟ مصر كابتن اسلام يعني انا بكلم معك والله بأمانة انا 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 حزين عن التحكيم المصر والله والله انا اشتغلت في لاجة الحكام 11 سنة مسؤول اللاجنة الفنية 11 سنة في فجر الحكام ما شفتش التخبط اللي بيحصل حتى الان في عزي اللحظ كابتن اسلام الحلول من فضلك عندك لاتن بيرج هو بيسافر مديش مشكلة اي لاجنة الحكام على مستوى الاتحاد الدولي او الاتحاد القاري او الاتحادات الاهلية عندنا نائب رئيس لاجنة الحكام طب حطنا نائب رئيس لاجنة الحكام يبقى مسؤول في غياد كيلاتن بيرج هو يودير ويسيطر ويشرف على كل الفروع احنا عندنا 25 او 26 فرع يا كابتن اسلام حضرتك في تشكيل لاجنة الحكام حطت كل الاعضاء كلهم ده مسؤول توزيع الممتاز ده مسؤول توزيع الكرة النسائية او الكرة الصلاة مين اللي هيتور كابتن اسلام الحكام لما انت حطت كل الناس توزيعات 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 مين هيتور عداء الحكام فانا بقول من خلال كرة لأقل رسالة عشان احنا بنحب التحكيم من فضلك شوف موضوع تامر دوري واي من اللي جيش طب حد مثال ما احترامي طب اي من اللي جيش كان مسؤول تاليقا بس يا كابتن عشان الوقت كان مسؤول حكام المساعدين يا كابتن فقال ان هو خارج التشكيل تماما يعني اي من اللي جيش ما عملش اي مشكلة عموما خلينا يا كابتن نصر نشوف الفترة اللي جاية انا بصراحة كنت حابب ان انا اسمع رأي حضرتك ورأي كابتن محمد صلاح اولا انا بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معانا كابتن نصر عباس وكابتن محمد صلاح بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معانا وعلى كل هذه المعلومات ولكن في النهاية انا بوري لحضراتكم ايه اللي بيحصل في لجنة الحكام عرفتوا الهاني سليمان مسك الكرة 13 ثانية وما تحسبتش فاول ليه مش هكلم اكتر من كده خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مرة اخر اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى مرة اخرى الاهلي بيختتم استعداداته لمواجهة سراميكا كلوباترا ان شاء الله بكرة مباراة مهمة جدا زي ما قلت لحضراتكم الكل ينتظر هذه المباراة رجال طائرة الاهلي بيفوزوا على سموحة في الدوري العام رجال الاهلي لتنس الطولة بيفوز على الفحيل الكويتي بالبطولة العربية ايضا سيدات النادي الاهلي لتنس الطولة بتفوزنا على الاعمال الحرة في البطولة العربية وناشئات يد الاهلي 2006 بيتم تتوجهم ببطولة منطقة القاهرة لكرة اليد ايضا الاسماعيلي بيعلن تعيين ميدو مديرا فنيا لنهاية الموسم ده الخبر اللي انا كنت بتكلم عنه استقالة كابتن محمد فاروق وكابتن تامر دوري من لجنة الحكام الرئيسية ايه اللي حيحصل ما اعرفش كابتن محمود جابر بيقول راضي عن اداء منتخب الشباب امام غانة للمحليين بالرغم الخسارة تماما كابتن محمود مهم تبقى حضرتك راضي علشان الفترة اللي جاية فترة صعبة جدا طيب دي كانت اخبارنا وعايز بس اقول لحضراتكم حاجة اخيرة دي كل الاخبار اللي عندنا طيب خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل حنلتقي بالنجم الكبير كابتن احمد عادل حيكون ضيفنا في الفقرة القادمة في البيت الكبير ولكن نطلع فاصل وبعد الفاصل بقى نتكلم مع كابتن احمد عادل عن تفاصيل فنية كثيرة جدا فيما يخص النبي الاهلي والدوري المنتاز بعد الفاصل اهلا وسلام بحضراتكم مرة اخرى اعزائي المشاهدين خلونا يقرأ حب يضيفي في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن احمد عادل زكى ابو حميز مزيزي حضر ببارك ايه كله كويس تفرج على الدوري ولا بعد كس العلم ولا بتعمل اينا تفرج لا بعد كس العلم صراحة ما ليش نفس تفرج على حاجة بس لأكيد متابع جيد متابع اللي بيحصل في كرة القدم المصرية طبعا ما عرفش ليه انا حاسس ان المستوى بعيدا عن الناد الاهلي بشكل عام المستوى بعد التوقف معظم الفرق مستوها نزل وفرق يعني 3-4-5 فرق استفادوا من التوقف ومستوها مرتفع اكيدة كابتن اسلام ده بيرجع لستراتيجية المدير الفني في مديرين فنين ما بيحبش في فترة التوقف انه يعمل مباريات مباريات وديه كتير على قد ما هو شايف انه لسه في اول موسم فمحتاج ان هو يشتغل على العمل بدني اكتر ففي حسب هنا لكن انا بشوف من الايجابيات اللي بعملها اي مدير فني انه هو يلعب مباريات وديه لانه هي اللي بتوصل فرمة اللعيب اللي بتقربه للمية في المية بتاعته حتى لو انا بكلمكش ليه ما اهلي وزمالك وبيرامدز وفيوتشر اللي اربع دول بيلعبه في افريقيا ومعظم المنتخب اللعيبة بتبقى مباريات متلحمة اكيد فبالنسبة لهم يعني باقية الفرق عندها انا بشوف ان فيه فرق مستوى نزل جدا بعد التوقف موهده اللي بكلم حضرك فيها كبتل اسلام هنا فيه مدير فني يفضل يشتغل على العمل بدني فييجي في المباريات الرسمية تفكرة كنوه يشتغل بدني احسن لا انا شايف ان هو يلعب مباريات وديه احسن يعني يلعب مباريات وديه لان هنا عمل البدني انت لما بتخش بتلعب على مباريات رسمية بتبقى لسه العملية البدني بتاعك ما بصلش المية في المية صحيح هنا لكن طول ما انت تلعب مباريات وديه هي شبه مباريات رسمية لكن مش بنفس السورة هي الاقرب للمباريات رسمية طيب بكر ان شاء الله مباراة الاهلي وسيراميكا كلو باترا مبارا مئمة مبارا صعبة كل المباريات منتل الاهلي مهمة وصعبة وكل شيء لكن سيراميكا كلو باترا كان بيعاني في الفترة الاخيرة من اهتزاز في النتائج وطبعا الكل عايز قدام النتل الاهلي يبقى يعيد لملامة نفسه مرة أخرى دايما ده بيحسن قدام النتل الاهلي كيف يمكن إدارة هذه المباراة من الناحية الفنية أكيد مع سيراميكا مع كانت نحمد سامي بشكل مختلف هم ما فيش نتائج جابية وخصوصا في المباراة الأخيرة خسارة من هذه الاتحاد لكن لو هبص على سر المباراة السيراميكا والاتحاد السيراميكا وان سايد جيم بتسعين ديها في 18 وكانوا أفضل وعندهم مفاتيح لعبه مهمة أنا بشوف أن السيراميكا من الفرق الكبيرة اللي هي لها شخصية مع كابتا نحمد سامي مع الجهاز الفني لكن أكيد هتكون مباراة صعبة وزي ما حضرتك قلت كل مباراة كل فرقة بتلعبه قدام النادي الأهلي أو أصاد النادي الأهلي هي بتبزل أكثر جهد عندها لأن المباراة قدام النادي الأهلي مختلفة مختلفة ولها دوافع كبيرة عشان كده أي فريق هيلعب النادي الأهلي أو بيبعنده دوافع كبيرة أنه بيلعب أصاد فريق كبير المباراة ما بتتكررش في الدورة لو مرتين في السنة ولو في طولة الكاس هي بثلاث مباراة لكن الدوافع أنا بشوف أنه عند سراميكا وبيقاد بشكل جيد لكن هو سوق بس النتائج لكن على مستوى الأداء لا بيقاد بشكل جيد وأكيد هتكون مباراة صعبة مع الجهاز سراميكا من الفرق اللي ما بتلعبش بتقفل وبتلعب على الهجمات المرتدة على رغم من أنهم عندهمها زي جون إبوكا أحمد ياسر ريان عندهم من ناحية الهجومية رائعة جدا لكن مش من الفرق اللي بتقفل من الفرق اللي بتروح وتيجي معك هل ده أسهل للنادي الأهلي؟ أسهل لأنه يبقى فيه مساحات أسهل يبقى فيه مساحات يعني هنا الجيمة أنا توقع أنه يبقى مفتوح يعني الجيمة هيبقى مفتوح من الفرق الأهلي بيلعب كرة ونادي سراميكا برضو عزيزي لعب كرة مع كابتن أحمد سامي كابتن أحمد سامي من المدرنين فنيني ما بيغيرش استراتيجيته في اللعب يعني مش كون أنه بيلعب نادي الأهلي هيقفل مع ذكر بعض المدرمين التانيين يعني مثلا فيه كابتن طرق عشرة هتلاقيه بيلعب كل مبرايب بنفس الطريقة وهو البلوك الدفاعي ويلعب عكون تراتيج معروفة طريقة كابتن طرق طبعا مع مدرنين فنين دي استراتيجيته في اللعب مع كابتن أحمد سامي هو على بعض الفترات هتلاقي هيلعب ممكن يجي مفتوح هيلعب فيه تحرر عنده مفتاح لعب برضو مهمة الأسماء اللي حضرتك ذكرتها مع شكري برضو ناحية شمال مفتاح لعب مهمة في سراميكا في بعض الأوقات مع محمد إبراهيم فيها أسماء كبيرة وفرقة مع أداء سراميكا لكن ده أنا بشوف أنه ممكن يبقى في صلح النادي الأهلي في بعض الفترات في استغلال المساحات طول ما النادي سراميكا هيهاجم النادي الأهلي هيبقى فيه مساحات مهم جدا هنا على مفتاح لعب النادي الأهلي مستوى إداء الفريق خلال المتشاط اللي فاتت بغض النظر عن التعادل وأنت يعني كنت نجم في النادي الأهلي وعارف هذا الكلام أن أنت مفيش مشكلة أن أنا تغلب لقدر الله يعني ما بتحصلش إلى أولي ولا تعادل حتى ولكن المشكلة أن أنا مفيش روح الفينيلا الحمرة موجودة في أغلب المباراة في الفترة الأخيرة كيف يمكن استعادة هذا الأمر أكيد يا كابتون الإسلام لازم يبقى فيه دوافع متجددة دوافع عند اللعيبة متجددة من المدرب ولا منه بنفسه من اللعيب خلي بالك برضو يعني الثاني حد أو ثالث حد الأسبوع دا يتكلم معي في هذا الأمر أنه اللعيبة نفسها هي اللي محتاجة أنها تجدد من دوافعها أكيد يا كابتون الإسلام أنا مش عايز أوصل أن خلاص أنا لعيب داخل نادي الأهلي فحققت كل حاجة لا أنت عليك مسؤولية كبيرة داخل النادي عليك مسؤولية كبيرة داخل تجاه جماهير قعدة جماهيرية كبيرة جدا حتى لو فيه لقدر الله نتيجة سلبية فبيتسندك في كل الفترات معلش قبل ما تكمل كلامك الكرة دي لو كانت تلعبتها يا مجوز ايه وتعاملت كده ما بين الباكوس لده ما كان عمل ايه كان قال عشي شاكس لا الله كان هتعالي كده يا سامير معلش تاني أصل الكرة دي هو كان بلعب أحمد كان بلعب أكريت طبعا يعني الحاجات اللي زادة احنا كنا بنوعاني منه تخيل لو تعملت الكرة دي كان هعامل فيك ايه كان بس لا هو كان نزل الشوت بين الشوتين كان ما حيستنى بين الشوتين لا هو ما حيستنى بين الشوتين هو ما كانت شي بيسقط صراحة طيب لأ زي ما أقول لحدER Twilight مسئولية كبيرة على اللعيبة مهم جدا انه يوصل له ده اللعيبة يعني مهم جدا انت يعني كورة زي دي برده لا بس هو هاني هنا عمل عشر على عشر هو هاني مغطي عشر عشر عشر�НА هو رامي نفسه عشر على عشر طبعا طبعا ما لهاش حل غير انه هو يعمل كده لكن هو بقى المفروض الهوف ينزل مين للناحية اللي مين كان يومها هو فيه فيه كسل شون من عمد المنعم انه هو رجع مع الفيرود ده اللي خلى هاني اضطر لانه ده الرجل مش بتاعك ده الفيرود هاني عشر على عشرة في التفطوية دي هاني بتمناله برضو التوفيق لان الفترة اللي جاء صعب عليه وقالف سلامة طبعا على اكرم ربنا رجعه السلامة اشوف ان اكرم من اللعبة اللي مش محظوظة وان هو بيرجع ما شاء الله الله اكبر يعني بيرجع بعد صليبي بيقدي بالاداء ده فترجع له او يتصاب تاني واكيد مكان مهم الداخل نادي الاهلي يعني في الجابهة اليومنا كان فارق بشكل كبير جدا مع عداء نادي الاهلي لكن اتمنى ان هاني يكون عند حص نظام الناس ويقدر يقدي بالصورة الجيدة مع استمراره في اللعب اكيد يجيب في فرموت المباريات تاني ان شاء الله يعني خلي بالك التفكر هاني مثلا في المباراة طايل من يونخ في كاس العالم كان عامل ازاي ناس كلها اشادت بالمشكلة كان لعب عليه مين وحوش كان لعيبة جمدة جدا كان لعيبة جمدة جدا وحوش كانت بتلعب على هاني وبسم الله ما شاء الله كان موقفهم كلهم يعني بس هنا كابتن الاسلام الدغوط بتبقى على اللعيبة لان انت مهم بيتبقى مطالب ان انت في كل المباريات تأدي بنفس الصورة وبنفس الاداء لان زي ما حضرك عارف ان اللعبة داخل نادي الاهلي مش سهل مش سهل ان انت تلعب وبتلعب في اكتر من بطولة وعليك ضغط المباريات فمهم جدا كيرف ادائك بيبقى في العالي دايما حتى ممكن يقف عند مستقع معين وبعد كده يعلى تاني لكن الكيرف اللي هو نازل طالع ده بيبقى صعب جدا على اي العيد وبيأثر على اداء الفرقة بيأثر على اداء الفرقة عشان كده هنا ممكن بعض الجماهير ما بتبقاش راضي على اداء شوية لكن مهم جدا انا دايما بتكلم في حتة ان انت لو الكورة مش ماشية معاك او الاداء مش مرضي بعض الشيء مهم اتحقق التلاتة بنت الوابز الاقصى مجهود كمان ده مهم ده مهم جدا يعني مش مهم الكورة مش مش ماشية معايا مش عارفة ارفع لا لا دافع كويس دافع كويس مش عارفة دافع كويس فهنا بحاجات بتشيل حاجات حاجات بتعوض حاجات ده اللي انا تمنى للروح والقلب والعزيمة والاسرار انها ترجع للروح النادي الاهلي زي ما احنا بنتكلم دايما ده هيفرق معنا في المباراة اللي جاي اكيد ان شاء الله سلام بك كلو بطرة او النادي الاهلي انا بشوف النادي الاهلي ما بيغيرش يعني ما بيغيرش ودي انا شايف الطريقة المناسبة للنادي الاهلي او للعناصر الموجودة هي 4-2-3-1 ده اللي انا تمناه وتمنى ان الراجل برضو ساعات بعض الوقت ان هو بيجرب لعيبة او بيجرب لعيبة في مراكز تاني دي مش مباراة زي ما حصل في فاركو في مباراة فاركو ده اللي اثر علينا بعض الشيء ان انت لعبت ما لعبتش بفرقة صريح لكن الطريقة الطبيعية او التناسب وماشى مع النادي الاهلي اللي هي 4-2-3-1 اللي تمنى ان بعض اللعيبة او مفتاح اللعب اللي هتشارك تبقى عنده حصن الظن وتبقى التأدي بالسرعة المطلوبة منها ان شاء الله طيب من وجهة نظرك برضو الاصابات كيف اثرت على النادي الاهلي يعني طاهر محمد طاهر بعد كده اكرم وبرسي تاو وعمار يعني اعتقد اصابات مهمة في توقيتات صعبة اكيدة كابتن زي ما قلت حضرتك اصابة اكرم يعني ان هو لسه ملحقش ان هو يرجع جيفر موتو تاني وفي مكاننا بشوف ان هو مؤسر ان مطلوب داخل النادي الاهلي ان كل اماكن اللعب او انت بتتكلم في 6-7 مفتاح اللعب هو من اهمهم كان اكرم توفيق كان هيفر جدا مع ده النادي الاهلي طاهر برضو الفترة الاخيرة كان بيقدر بشكل جيد وقدر ان هو يرجع على المستوى لكن هنا بيصدفوا سوق حظ في عملية الاصابة بيرسي تاو اكيد كان مهم يبقى صفقة اضافة للنادي الاهلي بشكل اكبر من كده او الاستمرار حتى في المباراة او المشاركة ده كان مهم جدا لكن في بعض اللعب اتمنى ان هات يعني ترجع وضيف يعني اكيد حسين الشاحات برضو انا شاف ان هو في الفترة الاخيرة لما بينزل بيضيف للنادي الاهلي وبيقدر بيعمل اكتر من اسستة او بيبقى اضافة حتى في التغيير النادي الاهلي ممكن لو حسين بدأ برضو في المكان دوت ويبقى ضافة قوية اكيد للنادي طيب برضو عايزين نعرف ان النادي الاهلي دايما ناحية اليمين او بيعتمد دائما على ناحية اليمين وناحية الشمال ناحية اليمين محمد داني دي اعتبر ان شاء الله المطش التاني لي لو هو اللي هيلعب بكرة ناحية التانية علي معلول ماشي بشكل جيد هل النادي الاهلي محتاج في هذه الاماكن لعيبة اخرى من وجهة نظرك في المركاتو؟ لا انا شاف الاسكواد بتاع النادي الاهلي كله كويس كله تمام بشوف محمد اشرف جدير ان ناحية الشمال ان هو يشيل مع علي معلول لان زي ما بتكلم دايما علي معلول مش هيقدر يشيل الموسم بكله او مش هيقدر يشارك في البطولات كلها مع حتة المشاركة كتير في المبرايات مع عامل السن مش هيقدر يشيل الجبهة دي اتعرض اكيد يعني ممكن طول الموسم لاجهاد لكن محمد اشرف بديل جيد ليه موجود محمد هاني ناحية اليمين الراجل ممكن بيدي مهام دفاعية شوية لهاني واكبر دليل على كده ان هو بيلعب كريم فؤاد قدامه يعني بيدي الحرية اكتر في عملية الهجوم لكريم فؤاد والحتة الدفاعية بياخدها محمد هاني لكن لا انا مش شايف السكواد يعني كله زي الفل مش هتلاقي لعيبة او انا بشوف في مصر في الفترة دي مش هتلاقي لعيبة احسن من الداخل نادي الاهلي كل السكواد نفس الاداء ونفس الشكل مش هتلاقي لعيبة احسن من كده في اي فرقة في مصر طيب برضو نرجع مرة تانية لمباراة السيراميكا كيف ترى التنظيم الدفاعي والهجومي في نادي الاهلي في المباراة القادمة يعني مهم جدا التقفيل على الجناب الملعب لان زي ما اقول لك كابتن احمد سامي من نوعية على طرفين الملعب وهنا المباراة مش تقدر تحددها برضو كابتن احمد سامي بيبقى متنوع متنوع في طريقة الهجوم بيبقى من على طرفين الملعب او من قلب الملعب عن طريق جون ابوكا او محمد ابراهيم او من على طرفين الملعب عن طريق شكري او ام مكان حدا هلعب ناحية اليمين لا بيبقى فيه تنوع في الاداة وده رجع اكيد المدير الفني مستر كولر ان هو يدرس نقطة القوة والضعف في الفريق سيراميكا وبشوف انها مش هتبقى مباراة مقفولة مش هتبقى مباراة مقفولة هتبقى مباراة مفتوحة وصن زي مباراة هذك بتفرق مين اللي بيلعب اصاد النادي الاهلي وطريقة لعبه عمله ازاي يعني مع بعض المديرين فنين او سياسة المدير الفني اللي بيلعب اصاد النادي الاهلي بيبقى فيه حرص جديد جدا في العملية الدفاعية او سواء بيلعب على كونتر اتاك في بعض الفترات لكن اتوقع ان الجمع كابتان احمد سامي هيبقى اسهل من حتى مباراة سموحة اللي فاتت طيب انفو جراف عن مشوار النادي الاهلي في الدوري ونكمل كلامنا مرة اخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب ابرز مواطن القوة والضعف في سراميكا كلوباترا انا بشوف انا ممكن اضعف حاجة عندهم قلب الدفاع قلب الدفاع ممكن النادي الاهلي يقدر يستغل دي في الحالة الهجومية لكن ده بممكن نروح لحتة شوية ان انت مهم جدا لرقم عشرة في النادي الاهلي اللعب اللي يلعب رقم عشرة سواء افشا او برونو وسافيو مهم جدا ان اللعب عليه بشكل كبير جدا لان هم عندهم الملكة ان هم عملية السروهات سواء لو هيبدأ شريف او شادي حسين برضو عملية الاختراك من بين السرد باكين عمل السرعة هيبقى مع النادي الاهلي فدي انا ممكن اشوف ان ده اضعف الخطوط في فريق سراميكا لكن ترفين الملعب مع خط الفروت من اقوى الخطوط عندهم هل اقامة المباراة في سيد القارة تفرق؟ لان المباراة هي تلعب في سيد القارة انها مباراة سراميكا كلوباترا اعتقد ان في صالح النادي الاهلي اكبر لان النادي الاهلي بيحتاج للمساحات الوسعة مساحات الكبيرة غير الملعب التانية ممكن تبقى مقفولة شوية لكن استاذي كوهيرا مساحاته اكبر واعتقد لعيب النادي الاهلي عن دام الخبرات ومقدرة انها تقدر تستغل المساحات اللي هتبقى اللي هتشتغل عليها في المباراة فلا المباراة انا شايف ان في استاذي كوهيرا للكفة الارجح لنادي الاهلي طيب انفو جراف عن مشوار سلاميك لو بطرا في الدوري العام ونرجع نكمل موسيقى 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 طيب هروح بقى معاك لبطولة الدوري بشكل عام اعتقد البطولة السنة دي مختلفة مختلفة لان في اكتر من فرقة بقى فيها تنفسية يعني فيه منفسة بعكس السنين اللي فاتت حتة العمليات التنظيمية برضو داخل من اول البطولة دي كانت مهمة جدا وده رجع طبعا لربطة الاندية وحاجة ايجابية طبعا في عملية التنظيم وعشان كده شايفين دوري منظم دوري قوي زي نقول لحضرك اكتر من فرقة في المنافسة مع فرقة كبيرة ده بيدي الدوري طعم بيدي الدوري طعم وخصوصا بنشوف نادي الاهلي بيتعادل نادي الزمالك بيتعادل فيوتشر بيكسب المصري بيكسب رجعت القوة تاني للفرق فيوتشر فاركو سراميكا بقى عندك سبعة تمن فرقة كبتن إسلام لا ما تقدرش تقول ميلا هيبه مربع الزهبي نادي الاتحاد بيقدي بشكل جيد برضو برغم الخسارة النهاردة لكن بيقدي بشكل جيد وفي مكان بيليق باسم جابين الاتحاد وطبعا من خلالك بقول ألف سلامة الجماهير نادي الاتحاد بعد الحادث الأخير وإن شاء الله يقوموا بالسلامة لكن أشوف بعض الأندال كبيرة رجعت النهاردة قدي بصورة جيدة وده مدي طعم للدوري ممتاز ست سبعة عندي لا الشكل أفضل من المواسم السابقة طبعا طيب برضو عايزين نتكلم في بطولة الدوري هل الصعيد هابط بمعنى نحن الدخلية ويمكن أول فوز للدخلية وأول فوز لحرص الحدود وأول فوز يمكن أسوان هو بس اللي ماشي كويس الفترة الأخيرة هل المقولة دي سيتم تطبيقها هذا الموسم؟ أشوف هنا الأقرب هنا الأقرب وخصوصا عملية الدعم أو عملية الاستمرارية أو عملية الاستقرار داخل الأندية دي ده كان مهم جدا لكن هيواجه صعوبة بشكل كبير جدا أنت كابتن إسلام لما بتعد تصارع على النفس أو أنت في الدرجة الثانية سنتين تلاتة مهم جدا فيما بعد أن أنت بتسعد أن أنت تطبيق بسقوات كويس تكمل تقدر تواكب العقود اللي موجودة في الدورة الممتاز وخصوصا منشوف عقود ضخمة جدا هل أنت هتقدر تواكب؟ هل أنت هتقدر تجيب مجموعة لعيبة عندها الخبرات والقدرات أن هي تقدر تكمل معاك طول الموسم؟ خصوصا الفرق دي مهمة جدا اللعيبة اللي تبقى موجودة فيها هي عندها النفس الطويل لعيبة كبيرة تتحمل مسئولية يبقى في نفسهم بشكل جيد هالمجلس الإقدارة بيقدر يوفر كل سوء للإمكانيات أن هو يقدر يكمل طول الموسم كان بشوف بعض المشاكل اللي اتعرض لها برضو فريق أسوان أو بعض الفرق دي كان مكسب الأخير مع الداخلية مع كابتن رداش حتى ممكن يقربوا بعض الشيء لكن بشوف الموضوع صعب موضوع صعب على المدى البعيد موضوع صعب في زل زي ما قلت حضرك الإمكانيات المدية اللي عند الأندية الكبيرة والصندي بقت على قاعدة كبيرة من الفرق اللي في الدوري ممتاز أعتقد أن الأندية دي هتواجه صعوبة بشكل كبير جدا أن يبقى لها بقاء في الدوري الممتاز أكيد طيب برضو على الجانب الآخر مين بتعتبروا أبرز مدير فني حتى الآن؟ أنا بشوف أبرز مدير فني بشوف أدعي كابتن علي مهر علي مال مع فيوتشر بيقدي بشكل جيد سواء في البطول الأفريقية أو في الدوري الممتاز في تطور كبير جدا في أداء الفني للكابتن علي مهر من مسم لمسم وهنا زي ما قلت حضرتك عمل استقرار بيوفر مجلس إدارة أو النادي أو مسؤولين عن النادي للجهاز الفني ومسؤولين ده المسم التاني لكابتن علي مهر مع فيوتشر لا ما قد بشكل جيد وفيه تدور في الأداء تدور في الأداء مع مساعدين معه بتساعده بشكل كبير جدا في حتة التطور أو حتة معالجة السلبية فلا كابتن علي مهر أنا بشوف أنه هو مقدي بشكل جيد وزي ما قلت حضرتك سواء أنا عم استقرار العيبة أو الأجهزة الفنية مهمة جدا الاستمرارية الاستمرارية من سنة لسنة هو ده اللي بيفرق ده اللي بيفرق بشكل جبير جدا وده اللي بيسيب لك علامة داخل الدوري أو في بطولة الدوري بشكل عام أنا بالنسبة لي علامة الاستفاهم الكبيرة جدا البنك الأهلي كنت متخيل بعد التعقدات اللي عملها البنك الأهلي والشكل العام لخارطة التعقدات بالنسبة لهم وجود الكابتر خالد جلال للسنة الثانية على التوالي في بداية الموسم قبل ما يتم إقالته كنت أعتقد أن من الممكن أن نرى منافس جيد حتى على الأربع أو خمس مراكز الأولى ولكن للأسف لقينا البنك الأهلي بعيد تماما عن المنافسة أكيد كابتن الإسلام برضو دي خلص أو فيه استقرار من ناحية المدر الفني لكن قدت اللبس قدت اللبس داخل النادي على مجموعة العيبة الموجودة مهم جدا هنا لما عايز تحقق بطولة أو أنت عايز تبقى ماشي بشكل جيد مهم جدا أنت يبقى عندك قوام أساسي بتقدر تحافظ عليه حصل الاستقرار في وجود جهاز الفني لكن مع بعض اللعيبة أعتقد أن مع الجهاز دوت مع الإمكانيات المادية لداخل البنك الأهلي أعتقد أن مفروض أو تكون قدت اللبس داخل البنك الأهلي أفضل من كده بشكل كبير جدا سواء عن مجموعة اللعيبة أو سواء عن قوام الأساسي اللي بعتمد عليه كابتن خالد جلال لكن مع كل ده هنا المسؤولات هتروح للعيب تغفر لك كل الإمكانيات مع جهاز فني محترم للموسم التاني على التوالي المسؤولات بتوع أكبر على اللعيبة ودي بتصبف مصلحتهم هم عشان كده كان مهم جدا مع الإمكانيات دي أن يبقى في قدة لبس قوية داخل البنك الأهلي أكيد هتشوف نتائج أفضل من كده وجود الكابتن طلعت يوسف كمديرا فنيا وكابتن حلمي طبعا كمديرا فنيا لإمبي والبنك الأهلي أكيد مديرين فنين كبار كبار جدا عندهم خبرات كبيرة جدا مديرين فنين عندهم الشخصية الفرقة دي هتبقى معهم عندها شخصية داخل الملعب فيه انضباط بشكل كبير جدا وده اللعب المصري يعني مطالب به حتة الانضباط حتة الالتزام ومع كابتن طلعت أو كابتن حلمي لا العملية هتطبق بشكل جيد أكيد طيب خلينا نروح لتاقم التحكيم النهاردة لسه نزلين دلوقتي تاقم التحكيم لمباراة بكرة شسلحنا الحكام عندنا بسبعة مشكلة كبيرة جدا مشكلة لمباراة الأهلي وهم هم الحكام طيب الكابتن إبراهيم نور الدين حكما للساحة كابتن مساعد أول هاني خيري كابتن محمد محمود لطفي مساعد تاني كابتن محمود منصور حكم رابع كابتن خالد الغندور حكم فار كابتن يوسف البساطي حكم فار مساعد إذن الكابتن إبراهيم نور الدين هيحكم بكرة إن شاء الله حكما للساحة في مباراة النادي الأهلي ونادي سراميكا كلوبطر طيب ما نشوف إلا هيحصل أتمنى طبعا التوفيق للكابتن إبراهيم ولكل طاقم التحكيم ولكن من فضلكم لو حارس المار ما مسك الكرة أكتر من ست ثواني من فضل حضراتكم احسبوا ضربة حرة غير مباشرة أو مباشرة ما عرفش بتحسبوها إيه بالسعال ده في القاعدة وفي القانون إن لازم الكرة تعد ست ثواني بس في إيد الحارس هل القانون ده تغير أو تلغى؟ ما تلغاش كابتن هاني سليمان قاعد 13 ثانية الكرة في إيديه وقال لك أنا ما بضيعش وقت يعني خدوا بالكو بس يعني حرام إن في حصل ده حرام طيب يعني أعتقد تقم تحكيم جيد في المباراة أكيد أتمنى أو أتمنى إن هو يكون جيد يعني أتمنى التوفيق طبعا لكابتن إبراهيم ومتاكم الحكام أتمنى إن الوشوش تتغير في مباراة النادي الأهلي يعني المباراة النادي الأهلي بحس إن هم حكمين ثلاثة بس هم اللي بحكم مباراة النادي الأهلي أتمنى نشوف وجوه جديدة لكن مع كابتن إبراهيم نور الدين أكيد حكم كبير حكم دولي عنده حتة برضو ما حيبش حد يتكلم معي ما حيبش حد يتكلم معه في الملعب بيبقى شادد المباراة بشكل كبير ممكن ده مش هيتناسب مع النادي الأهلي شوية لا إن شاء الله احنا عايزين هو يحكم بس يعني انت تتناسب اما تتناسب احنا عايزين هو يحكم بشكل بالقانون فقط كابتن إبراهيم من الحكام اللي يعني اللي ننتظر منهم الكثير خلال الفترة اللي جاية أداء تحكمان أفضل من الفترة اللي فاتت فنتمنى له يا رب كل التوفيق في مباراة بكرة وتتمنى عدالة تحكمية سواء للنادي الأهلي أو لسراميكا كلوباترا لأنه هو ده المهم في مباراة بكرة أنا أشكرك جدا أحمد على وجودك معنا شكرا جزيلا بناستمتع دايما بوجودك معنا عبيب يا كابتن وأنا من الحلقات اللي أستمتع بها ربنا نخليك عبيبي أشكرك شكرا جزيلا هنتلع فاصل وبعد الفاصل الأستاذ جمال الزهيري والأستاذ عبد الحكيم أبو عالم في ضيافة البيت الكبير سهلا وسهلا بحضراتكم مرء أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرحب بديوفي في هذه الفقرة أستاذنا الأستاذ جمال الزهيري أزاك أستاذ جمال مباراكي كله تمام أستاذ عبد الحكيم أبو عالم أزاك أستاذ الحكيم كله تمام الحمد لله الحقيقة برضو خلوني أقول لحضراتكم أن هناك كلام كتير جدا منتشر يعني فيما يخص قصة كهرباء أنا يمكن اتكلمت عليها من شوية ودلوقتي كمان في كلام جديد وتصريحات لبعض مسؤولي اتحاد كرة طبعا هاخد رأي أستاذتنا في هذا الأمر هحكي لحضراتكم الموقف من بدايته مرة تانية واضحة نقاط واضحة في نقاط كده تكون أمام حضراتكم كهرباء تم إيقافه من لجلة الانضباط بالفيفا يوم 11 يوليو 2022 نص الخطاب اللي وصل أول مرة أنه ما قوف ست شهور بحد أقصى يوم 11 يناير 2023 ولكن إذا دفع الغرامة ينتهي الإيقاف فورا طيب موضوع واضح في دي طيب ماذا لو لم يدفع كهرباء الغرامة حتى يوم 11 يناير 2023 الإجابة أنه يحق له المشاركة في المباراة من يوم 12 يناير 2023 إذا لم يصدر أي إجراء الجديد من الفيفا وعلى المتضرر اللجوء للجنة الانضباط في الفيفا طيب وكيف يتم اللجوء للجنة الانضباط في الفيفا المتضرر في ذلك الوقت هيعمل إيه؟ يوم 12 حيروح يقول لهم ده مدى فعليش الفلوس طيب لجنة الانضباط هتعمل إيه؟ لجنة الانضباط هتنظر في هذا الموضوع بعد نهاية ثلاث فترات قيد متتالية نهاية الفترات دي هيبقى الصف القادم يعني إيه؟ بداية هذه الفترات الثلاث فترات دول اللي من بعدهم يحق للجنة الانضباط إن هي تنظر في هذا الموضوع كان يوم أو كان الصيف اللي فات عدى الصيف اللي فات إحنا دلوقتي فيه فترة القيد التانية في الشتاء هيتبقى فترة القيد التالتة اللي هي الصيف القادم إذن من الممكن إن كهرباء يلعب يوم 12 أو يشارك يوم 12 يناير وعلى المتضرر اللجوء زي ما قلت لحضراتكم للجنة الانضباط دي قصة كهرباء مرة تانية بكل وضوح من غير أي تعقيدات في هذا الأمر هذه هي قصة محمود كهرباء إذن من المفترض أنه ما لم يصل أي شيء آخر أو أي شيء جديد في هذا الأمر يبقى كهرباء سيشارك مع النادي الأهلي إن شاء الله بتدائم من يوم 12 يناير دي مصادر خاصة لنا وأعتقد أن الجواب دلوقتي موجود في كل مكان أستاذ جمال أستاذ الحكيم أعتقد الموضوع واضح موضوع كهرباء أنت حضرك شرحته طبعا بشكل واضح جدا الفكرة بس هنا أنه كل الأخبار اللي إحنا بنقراها طلع على لسان مصدر مسؤول أو مصدر مش عارف كيه أخص الجواب نزل لا ده أنا بقول لو جماعة لو نقدر نحط الجواب نحطه ما يطلعش بشكل برضو نرجع تاني يعني لازم يطلع حج عمر حسين طلع طلع بشكل شخصي إحنا النهاردة بنتعامل مع هذه الأمور على أنها أمور رسمية ما هيش وجهات نظر صحيح حتى لو جات على لسان الحج عمر حسين لكن يجب على اتحاد الكرة أنه يرسل هذا بشكل واضح ويعلنه وكمان يفسره لو عنده تفسير بدل ما يسيب الناس كل واحد بيجتهد أو الناس كلها بتجتهد في تفسير المعنى صحيح يعني دي وجهة نظري صحيح إنما غير كده يبقى بلبلة وكلام ممكن كل واحد يجتهد ويقول رأيه وهي مسألة قانونية ما هيش وجهات نظر يعني فدي وجهة نظري في الموضوع يعني أنه لابد من خروج شيء رسمي من الاتحاد واضح مش على لسان حد ده بيان من الاتحاد المصري الكرة القدم طيب أخذ رأيك برده أستاذ حكيم في هذا الأمر بصنا هتكلم في الثلاث نقطة في الموضوع فضل ممكن محدش تكلم فيهما قبل فضل النقطة لو نية اتحاد الكرة هيعمل إيه اتحاد الكرة بعد النهاردة استفسار من الفيفا من الاتحاد دولة الكرة القدم بيقول لهم قولوا لنا العقوبة بتاعة الكهرباء هتخلص إمتى بشكل واضح وصريح طيب هل الكهرباء عقوبة هتنتهي 11 ينار فعلا وهل في وقعة من مصلحة حصلت في وقعة يمكن محدش واخد بلو منها كابتن اسلام وعلى فكرة الناد لها اللي كان طرف فيه وقعت اللي فواري سليمانك كلبال اللي مشي من الناد لها اللي فسخ عاده من جانب واحد ولها اللي اشتكلت اتحاد الدولة حصل على حق صحيح بس ده بيه عشان ده فيه خلي بالك الغرامة مقصصة بيتم تقصد لا بس اللاعب لعب مع النجم بدون دفع الغرامة اوكي بعد انتهي الإقاف وبعدين اتوقف راح الأهلي وهو ده اللي بيأكد نفس النظام اللي المفروض يتعمل راح الأهلي مقدم شكوى تانية وقال لهم اللاعب لعب بدون ما يدفع الفلسور فاستنى ثلاث فترات قيد فاستنى وراح واخد حكم عليهم اللي احنا دلوقتي تسدد منهم اسطين فدي وقعة ممثلة لوقعة كهرباء ان اللاعب لعب والأهل اللي حرفها عضية تاني تمام ودي إجراءات اتحاد دولي يعني دي وقعة واضحة طيب في حاجة ثالثة هتحصل قريب جدا كهرباء هلجأ للقضاء المدني ضد تزوير توسيق عقده في اتحاد الكورة تمام تزوير توسيق عقد فالجلان ده تقال من فترة اه بس هو وقت خطوات في الموضوع ومتكلم مع محامي فعلا هيمشي في السكة دي بس بعد ما يشوف قصة الغرامة هتبقى ازاي طيب وهيمشي في القصة دي اه فبالتالي خليدنا انتظر ايه اللي حيحصل ولكن حتى الان مرة تانية بقول لحضراتكم انه كهرباء من المفترض انه هو دي النادي الاهلي على فكرة ليس طرفا ده النادي الاهلي برا الموضوع خالص اه طبع الاهلي برا الموضوع تمام برا الموضوع احنا بنتكلم كل واحد فينا من مصادره وكل واحد فينا من من اصدقاء ويعني اللي بيقدروا يشرحوا بصفاتناك صحفيين لكن النادي الاهلي ليس نحو علاقة الحاجة الوحيدة اللي تربط لها بالموضوع ان اللعب مخايت في النادي الاهلي يفيد كده القضية دي كلها برمتها الاهلي مش طرف فيها النادي الاهلي بيحترم القضية ككل ويعني مش هيقدر بس كويس حددك كابتن اسلام مالاش تتكلمك ذكرت بجملة دي لان فيه تسوف بيحصل في الموضوع يقول لك اصدقاء الاهلي قال كده لا الاهلي حتى لما اتعاقد مع اللعب اتعاقد معه قال له يعني هو فسخ عاده قال له لا هاتلي هاتلي ورقة تثبت النادي الافيس البرتغال فسخ عاده قبل ان اتعاقد معك يعني عشان تأكد ان الاهلي اللعب فسخ عن الاهلي برم الموضوع تماما ودي حت ممكن حضاك كواس جدا ان اتكلمت فيها عشان انت موضح الناس ان محصاش تسويف اتكلم بما اننا يعني اعلاميين وصحفيين والناس تقدر عندها مصادرها اللي تقدر تشوفها وكمان الجواب موجود دلوقتي في كل اللي على السوشال ميديا ومن الصبح تقريبا يعني موجود في كل المواقع الالكتروني منشور اه ومنشور وبتاع طيب نتمنى ان الموضوع ده ينتهي الحياة لانه كهرباء من اللاعبين اللي ممكن يستفيد منه من الاهلي ان شاء الله اكيد او نتمنى انه يستفيد منه من النادي الاهلي خلال الفترة القادمة عندنا مباراة صعبة مباراة مهمة امام سراميكا كلباطرا في ظل تزبزب اداء النادي الاهلي خلال الفترة الاخيرة خلينا نقول تزبزب يعني اه من رأيك في مباراة بكرة طبعا هي مباراة زي ما بقول كل مرة ان جميع مباراة النادي الاهلي هي مباراة كؤوس نعم لان النادي الاهلي مش بيلعب المباراة وعنده او رفاهية اختيارات يعني ان هو يكسب او يتعادل او يتغلب النادي الاهلي بيلعب للفوز وبالتالي اي مباراة بيلعبها النادي الاهلي بيبقى حاطة عينه على التالت نقط لان دول هايقصروا اي فقدان لنقط بيقصر على مشواره في المنافسة على البطولة او استعادة اللقب مرة اخرى فهي مباراة طبعا مهمة جدا امام فريق بجهازه الفني الجديد كابتن احمد سامي احمد سامي موجود من اول موسيقى لا انا اقصد يعني مش هو اللي كان موجود من اول موسيقى وبرضو الفريق يعني متعسر شوية في المتشاط بتاعته النتائج بتاعته مش على المستوى المطلوب وبييجي اكيد هيجي قدام النادي الاهلي ويحاول برضو بيلعب بنفس الاسلوب اللي هو التكتل الدفاعي وخطف فرصة فده بيصعب المسئولية المأمورية على فريق النادي الاهلي نيجي بقى نقول بقى المستوى المتزبزب فعلا لازم نعترف انه فرقة النادي الاهلي محتاجة الى استفاقة احنا كنا بنقول قبل كده يعني استعادة المستويات لا او انا بشوف انها استعادة الروح الفنالة الحمرة فقط بالزبط يعني انا بقول انها استفاقة وعودة روح الفنالة الحمرة لانه لما اجي اقيم تجربة كولر برضو لانه بيتعرض دلوقتي لحملة على السوشيال ميديا بطريقة غريبة جدا وكأنه لم يحقق شيء لا نقدر نقول ان مجمل مشوار هذا المدرب مع النادي الاهلي حتى الان مرضي يعني هو تعادل مرتين مش كده غير كده غير كده هو متصدر الدوري فالمسألة يعني اه قد تكون مخيفة طبعا ومقلقة لجماهير النادي الاهلي وده امر طبيعي على فكرة لكن احنا كمان بنطالب جمهور النادي الاهلي انه يؤي يعني يساند بقوة الفريق طبعا مع احترامنا لوجهات نظر الجميع كل من يقول ان هناك عيوب وسلبيات ما حدش يقدر ينكر هذا الكلام لكن ان شاء الله في طريقة للاصلاح وان شاء الله يكون فترة الانتقالات الشتوية بإذن الله المركاتو يبقى فيه تدعيم لصفوب الفريق لانه القصة مش بس الدولة انت عندك كمان داخل على كاس العالم للاندية دلوقتي بقى حاجة جديدة قدامك لابد ان انت تعمل كل جهدك عشان تسد الصغارات اذا كان هناك او تلبي احتياجات المدير الفني كابتن الخطيب اعتقد اجتمع مع جهاز الفني ومع المدير الفني تحديدا عشان يتعرف منه على احتياجاته للمرحلة القادمة ان شاء الله يعني وانا بطمن حضراتكم على الهواء مباشرة انه انه انتظروا اخبار جيدة خلال الفترة مش جيدة بس دون تفاصيل لا اما انا مش حادر اتكلم بتفاصيل ايه طبعا انا ميتم الاعلان عنها من قبل النادي الاهلي انتظروا اخبار بس احنا لازم نؤكد على ان احنا بنشارك نعم الجماهير طبعا قلقها طبعا بانه بعض الناس بيحاولوا دلوقتي يقولوا ايه يعني انتو مش حاسين بينا لا احنا حاسين كويس قوي لا طبعا بنشارك ولكن احنا شايفين الموضوع في النهاية احنا جماهير وبنتفرق برضو لا وشايفين الموضوع من زاوية اخرى يعني احنا بنبقى شايفين برضو بس احنا بنحاول نتماسك اكتر ونقدم الصورة بشكل صحيح مش حنقعد نتكلم اي كلام يعني صحيح اعرف رأيك برضو يا سوزة بحكيف بص يا كابتن مطشي سراميك تعال نقسمه النقطتين لغة الاقام لغة الاقام بتقولك ان سراميكا والاهلي سراميكا لعب تسع مبارات الفريطين لا تسع مبارات الاهلي فاس في سبعة الاوهل مسجل 16 هدف سراميكا مسجل 12 هدف الموسم دا الاهلي دخل في مرماء اربع اهداف سراميكا دخل في مرماء 12 هدف برضو الميزة اللي عندي سراميكا يا كابتن ان هما الاهداف دي مسجلها 8 لعبين بمعنى ان في 9 لعبين في الفريق عندهم بيعرفوا يسجلوا اهداف في ميزة تانية في سراميكا الوبطرة انه بيعرف يلعبوا الدام من الاهل كواس جدا انه بيعرف يلعبوا الدام من refreshة كبيرة كبيرة جداً أنه مدربه أحمد سامي بيجيدي الحتة دي وحافظ فرقة الأهلي كواس جداً إنه واحد من أبناء نادي الأهلي السابقين فبيعرف اللعب كواس جداً قدام نادي الأهلي صعوبة المباراة مش إن أحكابت أن أحمد سامي بيعرف لعيب النادي الأهلي لأ صعوبته كمان في إن النادي الأهلي حتة عمل السقة بين اللاعبة والجماهير يعني خلا نتكلم إن فيه حتة سقة حصلت نتيجة المقش اللي عادة الجماهير بيطالب باللعيبة إنها ترجع زي ما حدك قلت للروح بتاعت ال النادي الاهلي ودي الحتة انا معتقدش ان الاهلي ينقص الجزء فني هي حتة الظبط كيف روح الفنلة الحمراء محتاج ان انت تلعب بها شوية ممكن بيعندك ظروف ممكن يعني مثلا زي كابتن عمرو السلية كنا بني رب نشفي له بنتك بس في نفس الوقت لعب الكورة زي ما بقوله زي الفنان مطلوب منك لما تطلع على المسرح خلاص تنسى كل اوجاعة صح طبعا وتشتغل للناس اللي قدامه معاك مليون في المية في هذا الحمر طيب خلال نطلع نشوف تقرير عن مواجهة كولر واحمد ساوي واحمد سامي ونرجع نكمل دايما خلال الفترة اللي فاتت يا استاذ جمال بنتكلم عن تطوير التحكيم نعم الأزمات اللي حضراتكم شايفينها خلال اليومين تلاتة او الاسبوع اللي فات او العشر ديام اللي فاته هل هذا المناخ يساعد على تطوير التحكيم هو موجود اه مناخ سيء جدا الحقيقة شوف هو موجود بوادر من اول ما جيك لاتنبرج افضل من الاوضاع السابقة بلا شك على الالي ممكن كنت انا بتكلم انا وبالحكيم برضو قبل الهوى على الاقل انتضامن ان هذا الرئيس اللجنة ده الاجنبي ده الانجليزي مش مش هيسمع لكل الناس مش هيتزن عليه بمعنى اخر مش هيبقى عنده احتواء مش هيبقى عنده احتواء مش هيبقى عنده بروتوكول الهار لا ومش هيخاف قوي زي 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 من قال كلمة واحنا برا كنا نتكلم في القصة دي قالك زي الحكم اللاجنبي اللي بيجي زي الحكم ممكن معنده اخطاء بس مش اخطاء موجهة اه انت بتبقى راضي كمان انه مقتنع انه هو غير مقصودة وده ده في حد ذاته مهم جدا افضل من ان انت تبقى حاسس انه موجه دي نقطة خطيرة جدا طبعا انك تبقى حاسس انه حكم او رئيس اللاجنة راجل موجه وشغال ضدك ماشي صح حتى لو في اخطاء ممكن تتصلح قد تأخذ بعض الوقت لكن برضو احنا كل ما نتمناه ان الحكام نفسهم يغيروا على مهنتهم يعني الحكم نفسه لازم يبقى عنده دوافع كده داخلية ان انا اه قاضي يعني انت راجل قاضي بتخاف من ايه وبتجامل مين وبتعمل ايه لما يبقى انت عندك حتى احساس ان انت مش تبقى كويس اه 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 اعمل زي القضاء استشعر الحرج يا اخي لو انت حاس ان انت مش هتقدر قلهم لا انا مش قادر اعتذر للجنة لكن ما تاخدش مباراة وبوزها لانك بتظلم فرق يعني واخبالك حتى ما تحسب لناش ضربة جزاء في اخر اه فاكر ضربة الجزاء هي ضربة الجزاء بس دهو مؤخرا من كابتن هاني سليمان حارس مرمى نادي يسموها مسك الكرة 13 سانية ولم يتم احتساب شيء ايوة طب ما دي اخطاء ازازية يعني ما ينفعش انها تعدي صح ولا غلط في اخطاء مخالفات 13 سانية هما الوافروض ست ايوة مخالفات واضحة اللي هي ما فيهاش وجهات نظر يعني فيها قرار على طوض فطبعا الحاجات دي كلها مهمة بس انا بشوف برضو انه الوضع الحالي افضل بكتير من انه الراجل ده يطفشوه فيجي حد بداله يرجع يرجع زي ما اللي احتوى تاني هو ده اللي احنا بنقوله اه ما يعني انا شايف ان وجهة نظري يمكن يمكن يكون فيه شوية الدنيا مش واضحة لكن ممكن يكون الراجل بيرتب البيت ليه ما نقولش مثلا كابتان احمد ابو العيل الراجل مش راضي عن اداعه فقال له السلام عليكم يعني ممكن ناخدها في الحتة دي فيه اخطاء فيه اخطاء طبعا اللي عارف الكواليس يعرف ان لا مش ده اللي حصل اوكي بس فيه اخطاء تمام فيه اخطاء ماتش الاخير ده ماتش الاخير ده يعني انت بتبص الفريق بيقع الكرة تطلع او تروح واقع تعمل حاكم يروح احسب لك اربع دقايق ده انت لو حسبت الواقع ده الكرة كتواضحة لو حسبت الدقايق اللي بيقع فيها لللاعيبة ممكن توصل الى 12-13 ديئة سيبك حتى الهانس لمن خلص حسبش الوقت الفعلي حسبش الوقت الفعلي بس دي اخطاء حك يعني حكم نفسه بتاع مباراة احنا نتمنى ان التجربة تنجح بغض النظر عن التفاصيل التانية بغض النظر عن استقالة او حد يمشي او حد يروح نتمنى نتمنى ان يكون فيه دعم للتجربة انها تنجح لان احنا بصراحة زهينا من زمن الاحتواء زهينا من اللي حصل السنتين اللي عدوا طيب خليل روح لازمة برضو منتخب الشباب منتخب الشباب عزمات كثيرة جدا تحيط بهذا المنتخب ومن المفترض ان هذا المنتخب هو النوال قادمة لمنتخب مصر الاول طبعا ما فيش شك انه الاعتمام بالمنتخبات ده مش مهمة اي حد تاني غير اتحاد الكورة صحيح يعني مفروض اتحاد الكورة هو المسؤول الاول والاخير اذا قلنا ان اتاخد منهم الدوري بقى تابع الرابطة خلاص يبقى ما عندكش انت غير المنتخبات وكل المنتخبات احنا شفناها بتعاني فمعرفش ايه دور الاتحاد فيه الاهتمام بالمنتخبات ودايما يا كابتن اسلام بنقول بنفتكر ان عشان يبقى عندك منتخب اول قوي وكويس لازم يبقى عندك منتخبات المراحل السنية ماشية بفلسفة ودماغ معينة حد بيفكر الدنيا هتوصل لايه لان هما دول الوقود بتاع المنتخب الاول فيما بعد غير كده يبقى انت مش بتشتغل على اساس علمي تبتشتغل كده بالبركة مش يتمعك اهلا وزهلا وهنفتكر برضو انه ايام حسن شحاته الله يمسي بالخير كان تفوقه هو وشوق غريب في المنتخبات الناشئين والشباب يعني ووصولهم لكاس العالم وفوزهم بطولة افريقيا كان هو البداية ان هما يتجمعوا مع بعض مع المنتخب الاول ويحق اقولنا 2006-2008 هل هناك احترام حقيقي بمنتخب الشباب حكيم يعني هل هو ظالم ام مظلوم الحقيقة الجهاز الفني برضو الحقيقة من وجهة نظري بيخطئ اخطاء واضحة يعني كان في دورة عايزين يلعبوها وبعد رجع عليك لأ لما لقى المنتخبات قوية قال لك لأ طب عايزين نلعب زنبيا فازنبي قالت لهم لا خلاص شكرا انتو قلتولنا بلكده وبعدين خلاص فراحوا لعبوا غانا للمحليين اتغلبوا 2-0 النهاردة والمديد الفني طالع يقول ان الاداء جيد انا كنت موجود في المطش بتاعه اخد بالحضة كابتن منتخب غانا للمحليين ده ده المنتخب التاني بعد المنتخب الاول في غانا وجاي منهم التلاتة لعيب اللي كانوا موجودين بيشاركوا في القيمة الاساسية لكاس العالم اللي بتتلعب في قطر فهي انا وجهة نظري هتجربة كويسة جدا وان انت تغامر وتلاعب منتخب بخلاف العمار السينية بتاعتك لان ده منتخب ده هو اجبر على كده على فكرة عشان ما كانش فيه مطشات اخرى مفيش اه لا 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 وفيه ده دورة هيلعبوها قبل البطولة من مع فرقتين تانين مش في مجموعتك يعني البطولة تلعبت الدورة دي لا 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 هتتلعب قبل البطولة هتتلعب؟ هتتلعب في المعسكر اللي هيبدأ من يوم 20 يناير هتلعب لا دي الدورة دي كان من الفروض من اسبوعين وتلقت المنتخبات مجاتش المنتخبات مجاتش ماذا يبقى لعل المنع خير؟ قالك نأجل نجي في مرة يعني انت زي طبيعي انت عندك مسابقات نجي في الفترة دي يعني ايه عب حكيم المنتخبات مجاتش مش فيه يعني انا متفق معاك ان انت تيجي وما تجيش ايه الكلام ده عب حكيم الكلام ده بجد لا ده اللي احنا بنقوله لا مش متفق ما يصحش يا جماعة ما يصحش الكلام إليس بتقوله ده لا البص المشاكل مش في الحتة دي على فكرة خالص ليه؟ المشاكل مش في الحتة دي المشاكل اللي انت عندك مسابقات زي المشاكل مش في الحتة دي يعني ايه المشاكل مش في الحتة دي يعني انا دلوقتي عامل دورة بعمل دورة وعمل دورة ما كانش في دورة كابتن زي ما كانش في دورة احنا تم الاعلان عنها يا سيدي واحنا اتكلمنا عنها من اسبوعين ثلاثة كابتن الدورة هتتلعب قبل البطول. المشاكل في استداعه المحترفين, مفروض يبع عندك مجموعة محترفين مقبودين. محترفين مрокسدة بإيه عامه اذا كانوا المحترفين بيجوا وببلعبهمشي؟ أقولك، مش عايز اتكلم على الأسماء معينة ahaha. هي المشكلة في المحترفين. نعم؟ . آآآ يا حقيقي كانت عندك مجموعة قاعدة محترفين برا, اللي هممكن الاحتماذ وزير الرياضة ده. الي مجان ons legitim eens من муж moet lu fluct味 de gigant par der 시작. 6 أو 7 أو 8 من العناصر الموجودة برا. نشوفها كويس جداً. كان كابتب محمود بيقولك أنه بيلعبه في أكاديميات. ليه؟ في لعبك تلعب في تياجه دم بيلعب في هنوفر مثلاً. طبعاً. هل ده مثلا في أكاديمية؟ أنا الكلام ده يعني أقولك... في كلام أنا منفعش أقوله عشان ما يبنشي. وأنا في كلام برضو بيمفعش أقوله. لأ في كي. يعني مثلا في لعب أنا منفعش أقوله عشان ما يبنشي أنهم جملة. آآ. يعني ماذا أنا أقول بدر الشاطر مثلاً بيلعب في أزباني لا مزهر ابن مزهر عبد الرحمن مثلاً أنت مهم بلال هداف دولة أبطال أوروبا للشباب لا فيه لعيش في المراحل السنية دي بعد إذنكم يعني في المراحل السنية الصغيرة ما بيبقاش الاعتماد الأساسي برضو على الإفرد فيه محترف كويس ما قدرش ييجي هل أنا ما يبقاش عندي فريق لا بالعكس ده هو كابت المحمود قالك أن عندي أنا عندي الناس اللي موجودة أفضل ما يلعب بيهم المنتخب الشباب المستوى نفسه ما طمنيش يعني النهاردة تحديداً في المباراة اللي بيتكلف فيها كابت المحليين الغنة للمحليين النهاردة تحديداً وهم قاعدين أعضاء المجلس كانوا أربعة قاعدين الأربعة اللي قاعدين يعني بينهم مبصين لبعض كده وتكلموا كلام يعني مش مقتنعين بالشكل العام للمنتخب هم قاعدين مش مثلاً نستنوا لا ده وهم قاعدين بصير تكلمهم ده يا كابتن داخل كمان في إطار حاجة تانية برضو مشكلة أخطر أن أنت ما يبقاش عندك لعيبة في المراحل السنية دي لا عندك شايف أنا عندك عندك لعيبة ما بتلاقيهم شي حتى ما بتلاقيهم شي بعد كده في مع العثرة الدرجة الأول يعني في لعبة زرافة خليل أنت زي ما تاخدوش مثلاً أنت لو هتتكلم بقى هي هنا بقى الحتة دي لحنتكلم فيه مصطفى مخلوف لحد المعسكر ده ما كانش موجود صحيح ومصطفى مخلوف ده حمز علاء لا حمز علاء مش مش مولده مصطفى المخلوف ده مصطفى مخلوف ده مكانش موجود ما كانش موجود لحد المعسكر جابوه يعني خدوا بالهم الأعيب المطش ودي صد ركلتين جزاء في المباراة ولدية مش فاكل مباراة لا إحنا كنا جايبي لمطش هنا في قناة الأهلي لفرقة الأهلي كان بيلعب انضموه وخدوه فرق ألف الواحد أهل وزمنها فلعب فكان بالصدفة بيتورج على المطش فاعجابهم فمصطفى مخلوف طب نجيبه يعني ايه مش واخدين بالهم من هو شايفين المساومة بيلعبش وهو متصعب عايزين بس نشيل الحرج من ياسو زعب حكيم عشان لا والله خالص والله بيلعب لكن هو لا طبعا فيش حاجة اسمها ان انا بقى متفق مع فرق وما تجيش طبعا ده اولا ده اللي اتقلي ده من جوة الاتحاد على فكرة اللي انا بقوله لك ده اتعرف انا يعني اتقلي ازاي ومين اللي قلولي ان المدير الفني قال لهم لا انا مش عايزة العب الفرق دي فعني يا جماعة يعني ما ينفعش ما يصحش وبعدين تيجي تقول ان الفرق ما جاتش طب الفرق ما جاتش ليه وفي حاجة اسمها يبقى فيه مرسلات بيني وبين الفريق وبيني وبين الاتحاد في احترام الاتفايات وما يجوش يا كابتن هم اجلوا المعسكر بتاحهم مين اللي اجلوه هم المنتخبات دي هجاء تجي قبل البطول على طول ده كل الموضوع فالدورة اجلت كان في مطشين وديين دول اللي حصل فيهم المشكلة للاسكن من نتكلم بيه لكن ما كانش فيه دورة كان في مطشين ودي مع مانتخب على معطاقة زنبيا في المعسكر اللي اتلغى اللي عد دول كم مطشين مع منتخب زنبيا المعسكر ده تلغى انا معرفش كواليس هل موضوع ده مثلا المنتخب اعتذر معرفش لكن الدورة دي معدة ليها في الاساس قبل انطلاق البطولة في المعسكر الأخير من يوم عشرين دي معلوماتي حرق خالص في حاجة. اه لكن انا بقولك هو كان فيه. نعم انا اختي ليس هسألك ليه? ليه اه طاحن رجلية حاجينك. اش عارف. عشان صحف يعني. لا الراجل يعني بريء. ما فيش. بريء. اه حتى تزبط ادانتو. حتى تزبط ادانتو. لا انا بس في النهاية ايه انا اللي هميني ان احنا نظهر بشكل ومستوى جاهد. لانه ما ينفعش ان البطولة بتقام على ارضك. طبعا. طبعا. يعني لا. لو لو سنت المباراة النهائية عارفا عارف هتلاعوا يقولوا ايه انجازوا وبتاعوا ومش عارف ايه. لا. وما ينفعش. لو سنت المباراة النهائية. واتغلبت. احنا عندي مشكلة. ايه. ان المباراة دي ما بتتلعب البطولة دي ما بتتلعب على ارضك. اه. بيبقى مفترض ان انت تبقى اقرب ان انت تتخذ. بس هو الترجمة بتاع البطولة دي كابتن قبل ما اكسب البطولة تروح كسعالة. طبعا. اه اه. ودول على معتقد يعني هي الدنيا صعبة على فكرة برضو الناس ما تتفهمش دنيا صعبة. ده هو لا. وما تتلع تالت بياخدوا افضل اول وتاني وافضل توالد. بالمقارنة بالمنتخبات اللي موجودة يا كابتن دنيا صعبة. يعني الدنيا عشان مسي الناس ما تفهمش. لا. للدرجات دي. اه. الدنيا صعبة. الدنيا صعبة يا كابتن مع السوص لو ما اعتربتش. الكرة الافريقية تطورت جدا يا كابتن. اه. وده مش معناه ان احنا المفروض من نفس. لا ده انت مفروض تنفس على البطولة. انت مفروض تنفس على البطولة. بس انت الترجب بتاعك رقم واحد ان انت تكون في السيمي فانال عشان تركس عالم. تمام? ثم تاخد خطوة تاني انك تنفس على البطولة. طبعا زي 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 بتولت الهم الافريقية المتخبات المتخب الوليمبي. المتخب الوليمبي يعني برضو وصل للمبارة النهائية ولكن خد هذه البطولة بايه? بسبب الجماهير. نظر. هيكت من سنتين. يعني توصل لابعد نقطة. وتكسب. لا الترجب بتاع تكسب البطولة طبعا. ده مليون في المئة البطولة على ارض. يبقى ده هدفك يعني هدفك انك تكسب. ما زي ما ريف تقول يا برضو مرة قالك ايه? قالك اه جماعة انا مش جاي اخد بطولة افريقيا لوصل كاس عالم. لا امال جاي تعمل ايه يا عمال? اتكلمنا فيها وطلع بعد كده. نفي. وصلح التصريحات بتاعته. مزبوط. سجلوله فيديو كده. وطلع وقالك لا انا مقصودش انا. طب امال انت جاي انت جاي النهاردة مثلا بتوعد بتستلم المنتخب. ام. انت لو استلامت اوانا او كابتن اسلام. اه اول حاجة هيقولها ايه? مش ان هو هينافس. هو الصعود لكاس عالم عشرين ستة وعشرين ما بقاش على فكرة معجزة. ما عشرين تسعة فرق. ده تمانية واربعين منتخب. تسعة ونص. تسعة تسعة منتخب. يعني تمانية واربعين منتخب لشارك في البطولة بدل اتنين وتلاتين. ما بقاش جزئية ان التارجد بتاعك انك تروح كاس عالم. يعني ان انا اقدر اوعد برضو. يعني انا لو عايز انا اقول اوعدك ان انا اوصل كاس عالم ستة وعشرين. ام. يعني مش صعب اوي يعني. المفروض. يعني المفروض انها مش صعب اوي. عموما خلينا نشوف. انا تماني يا رب كل التوفير لمنتخب الشباب خلال الفترة القادمة. لانه زي ما قلت لحضراتكم يهمنا ان يظهر هذا المنتخب بشكل جيد ويليق باسم منتخبنا اه او باسم منتخب مصر. انا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكرة مباراة النادي الاهلي ونادي سراويك لوباترا. ساعة سبعة قبل المباراة دايما بساعتين منكم. حضراتكم على الهواء مباشرة في الستوري التحليلي وكابتن ايمن شوئي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله شوف حضراتكم بكرة على خير.